حتى القنبلة النووية في أوبنهايمر هم نفذوها بجد ماعملوهاش رفكس انت روحت الاول ساد بتاع أستاذ شريف وانت لسه متخلتش السينما مع الولد الله الحموم وأستاذ وحيد يعني انا يمكن بسبب انبهاري خدت قرار ان انا اخش معك متعيتها في ايه؟ ان انت بتخلق حاجة مش موجودة بس وانت بتتفرج عليها تأثر فيك مشاهدة الاستاذ شريف هو بيشتغل هي ملهمة في عد ذاته لدينا كلام بره بعد حوارات من القلب مع شخصيات ملهمة حققوا انجازات فريدة بالنوع في رحلة الحياة لتحقيق الحلم الشخصي في حوارات مع باس زك يا ميرو زك يا بيبس ممسوط طبعا جدا جدا انت عزبتني بس شرفتنا بالآخر بنا خليك انا كمان وانا جزء طبعا ان انا قلت اني جزء بالان انا عامل البودكاست ده عشان الناس اللي انا بحبهم وده اللي مش عارف هتحصل عليهم فجده زي نقتك معي ساعتين نقدر نتكلم وعرف بقى اللي حصل في حياتك الفترة اللي فاتت ونود بعض يعني مرون يعني انت تقريبا بتخش بقى لك من قول ما اشتغلت قول مستقريبا فيلم وضعي انت نحضر فيلم وتخش فيلم وضعي انت نحضر فيلم وتخش فيلم هل انت فجأة مثلا هي احد اصعب شغلانات في العالم واكثرها يعني دم كلفة على الصحة وعلى الوقت هل توقفت في اي وقت كده وبصيت قلت انا كنت 25 اخر 10 سنو راحوا فين يعني قلت بتحس ان العمر بيروح من غير ما انت تدري به لانك يا في لوكيشن يا بتحضر يا في قودة دالما بتعمل المونتاج اجربك الشخصية يعني خلي بالك اعتقد كلنا الفترة اللي فاتت دي حصل فيها احداث كتيرة جدا خليتك تبص حواليك وتبص تقول ايه ده الوقت تجري ازاي يعني الاخراج بالنسبة لي فيه متعة كبيرة جدا وانت بتعمل حاجة بتحبها وبتستمتع بيها ما بتحسش بالوقت يعني بالعكس انا بحس ان يعني لو انا ما بعملش الحاجة اللي بحبها او كده دي الحاجة ممكن تبقى يعني كل انت بتقوله ده ده بالنسبة لي ممتع ان انا انزل للتصوير او ان انا حضر على مشروع او ان انا مشروع يبقى مستهويني او او كده دي حاجة يعني بحبها وبستمتع بيها جدا جدا ف اللي خلى الواحد يحس ايه ده الوقت بيعدي بسرعة وكده هو السنين اللي فاتت دي كان فيها حاجات كتيرة جدا مطلحقة بشكل كبير جدا ده ما الاخراج بالعكس انا بستمتع بيه جدا لكن هو لو قررنا باي شغلانة تاني هي دي شغلانة بتقضي فيها من اتناشر لستاشر ساعة ممكن اكتر كمان سواء في اللوكيشن او بعد كده في المونتاج يعني انت شغل شغل اللي بقيين بيبدأ مع اللوكيشن وبيخلاص مع اللوكيشن يبدأ شغل بقى المخرج في انو يشتغل على الفيلم في المونتاج والصوت والصورة والتلوين والحاجات دي برضو مرحلة ممكن تطول وبردو ساعة طويلة جدا جدا انا اقصد انو هي بتسلوبك ده توقع يعني ده احساسي انك ما عندكش وقت تتوقف ان انت تشاهد العالم من حواليك مشي ازاي او جيري ازاي او تطوره بيحصل ازاي ان انت طول وقت في عالم منفصل او عالم موازي هو عالم الفيلم اللي انت عندك كل الشغف ده ناحيته ولا ده ما بي الباك من حاجة انت لما بتعمل كده انت بتبقى فترة تنفيذ الفيلم بس ما بين الفيلم والفيلم بيبقى فيه فترة توقف فترة توقف للتقاط الانفاسي من غيرها ما تقدرش تخش على الفيلم اللي بعد دي نقطة دي نقطة مهمة جدا انا اوافقك لو ده بتعمل كده على مدار كل الوقت بس هو الفيلم بتصور في فترته الزمنية اللي هي اي ان كان هي كان مسبوع يعني اللي هيتصور فيها الفيلم بتحضيره بحاجته بعد كده لازم يبقى فيه فترة توقف ما بينه هتلاقي ان انا ما بين الافلام وبعض انا باخد فترة توقف محترمة شوية يعني هتلاقي ان ايه يعني من اول فيلم امارة يعقبان 2006 النهار ده هم في الاخر ازون سبع افلام في السبع افلام دول كل فيلم خد فترته في التحضير خد فترته في التصوير وفي المونتاج وكل حاجة بس لازم بيبقى فيه فترة توقف في النص فترة توقف عشان اللي انت بتقوله ده مهم جدا عشان تشوف الدنيا فيها ايه و عشان تستعيد نشاطك وتستعيد شغفك وتسأل نفسك اسئلة قبل ما تخش فيلم لازم تسأل نفسك اسئلة مهمة لان لما بتخش فيلم وبنسبال يعني ما هيش بس بتبقى مجرد ان انت داخل الفيلم انت لازم الفيلم ده يعلمك حاجة انسانية تجربتك في الفيلم ده سواء العالم اللي انت داخل تكتشفه جوه الفيلم او من خلال صنعك لي لان انت لو انت تقعد في تجربة الفيلم كلها على بعض على احسن تقدير مثلا لو سريعة جدا يعني في الحاجات لانا عملتها سنة مثلا اه ما بين الكتابة لحد ما تسلم الفيلم لو نقولنا السنة اللي انت جمان بتدخل جامل جدا في موضوع الكتابة فانت اقول يعني تماما بعد سنة لازم تكون انت كانسان اتطورت برضو ففترات التوقف دي مهمة ايه اللي ممكن يطور اسناء عمل الفيلم فيك كشخصية ايه اللي ممكن تكسبه انسانيا لو انا يعني جاعد للكلمة دي هل حاجة في حكمة الفيلم نفسه أو حاجة اكتشاف النوع وطف معينة او حاجة تحققت قدامك كانت ساحرة وما كانتش في تخطيطك مثلا من التمثيل حاجات كده ولا بتكلم على علاقتك بالكرو وعلاقتك بالممثلين التغير الانساني هنا بيجي بيجي منين من الحاجتين دول طبعا ولو حتكلم على العلاقة بالكرو هي علاقة هي يعني تواصل انساني وتواصل فني بشكل كبير جدا بتستفيد جدا من ده والحاجة التانية ان كل الافلام اللي انا عملتها هي افلام كنت لازم اكتشف شخصياتها لازم اكتشف العوالم اللي بتدور فيها فدي رحلة اكتشاف ذاتية يعني بشوف حاجات تانية ساعات التاريخ لما بطي تخش في حقبة تاريخية معينة فانت بتخش بقى في الحقبة التاريخية دي تزاكرة فبتستفيد وهكذا سواء التجربة الانسانية اللي بتاخدها مع فريق العمل والكرو سواء بتكتشف اماكن جديدة مكنتش تعرف ولما هتروح الاماكن دي بتشوف ناس مكنتش تعرفهم فهم ازاي وتبتدي تتواصل معهم وتبتدي حتى تلاحظهم يعني فهمت تبتدي تكتش تتأملهم يعني خلينا نقول ان كل فيلم زي ما هو رحلة صنع فيلم هو رحلة اكتشاف الحتة دي رازم تبقى موجودة يعني الجانب اللي هو علاقة بالفضول عندي عندي اكتشاف سواء عالم انا معرفوش شخصيات انا معرفوش نوع سينمائي انا معرفوش تكنيك انا معرفوش يعني كل ما كان فيه حاجة احنا انا شخصيا مش عارفة كل ما ده اللي يخليني قادر عاود اشتغل فترة من الزمن سواء بقى سنة سنتين على المشروع بس من مشروع للمشروع لازم يبقى فيه فترة توقف واعادة شحن طبعا طبعا انه العالم نفسه بشخصياته هو ده اكتشافه وتجارب حياتية قد تكون اكثر رائعا حتى من حياة العادية لان انت شخصيات اللي هي بتفرض نفسها على العمل اللي تبقى شخصيات مصيرة جدا وبقى ليها تاريخ مختلف بقى فيه نفس تكوين نفسي مختلف فتطبعا بيزود بيزود كده بيزود خبرتك مزبوط كنت مرة سمعت تارنتينو بيكلم على اول افلام عملها بالنهاية كل اللي شاف كل اللي شاف اول افلام عملها قبل ما يعمل ريزيفور دوكز قبل ما يعمل فيلم رواقي كاخراج انه عمل فيلم اي حد شافه قال له اعمل اي حاجة تانية غير الاخراج لان دوعش جدا 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 وهو لم ما يعني انا متوقع لو انا حصل لي كده كنت ممكن فعلا تأثر واشوف حاجة تانية هو كان عنده ايمان انه طبع هشوف الهلم ده فيه اخطاء ايه وقال لو كتابة طبع انا مكتابة احسن وانا سلت في حتة يبقى لازم نخلي بالي منها لو الكاستين كده انت كنت تقايل لي زمان انك فاجأة مرة قلتلي انت بعض الافلام القصيرة اهل اثناء دراستك انت قلتلك افلام تقريبا ما تشافش اه دا حقيقا يعني اول سنة اولة بالذات سنة اولة مع هد سنة كان اللي كان مسك كان عندنا مادة اسمها الورشة المادة دي معناها بيبقى فيه استاذ هو المسؤول عن الدفع على مدار الاربع سنوات دراسة بناخد محاضرة مطولة مفتوحة اسبوعيا نتيجة المادة دي مشروع تخرج الفيلم اللي انت بتعمل طب ايه اللي بيدرس على مدار اربع سنين في الورشة دا كان كل استاذ بيحط المنهج بتاعه الفكرة انه دا دي المادة اللي فيها حرية كبيرة جدا كان بيدرسها النا استاذ خادي بشار وطبعا دي كانت ممتعة متعة كبيرة جدا جدا وانا فاكر اول فيلم عملته في اثناء الدراسة في مهات السنة مايتشافش وحش جدا كان وبعد كده عادت اشوف هو ليه وحش واكتشفت حاجة حاولت بعد كده ان انا يعني تنميها اه اشتغل عليها كويس وهي هي في الاساس هي يعني جزء من مهنة المخرج بشكل اساسي ان ازاي الفيلم اللي في خيالك تشوفه على الشاشة لانا كانت المفاجئة كبيرة جدا ان الفيلم اللي انا تفرغت عليه دا دا ملوش اي علاقة اللي انا كنت عايزة عامله طب ايه اللي خليك ايه اللي خلي حد يعرف يطلع فيلم هو اللي في خياله او يفاجأ بفيلم مخنش اللي في خياله في في لسه في بداية تتعلم اخراج عدت بقى ادرس اربع سنين واشتغلت كتير جدا مع اساد زكبور جدا على رأسهم المستاذ شريف عرفة بعدين بييجي بقى المشروع بعد كده في سنة تانية تتحسن شوية تالتة تتحسن شوية تبتدي تتعلم ازاي تحكي الفيلم من خلال لقطات ازاي الصورة تحكي الفيلم وهكذا كل معلومات دي مكانش موجودة عندي بشكل كامل بقولك ده يعني عملتوا عندي 18 سنة تقريبا وفي اكتشاف معين واضح بالنسبة لك غير طريقة بصك للفيلم او تناولك للفيلم او ازاي تتحوله الى صورة وإلى لقطات وازاي تعمل الكاستينج في حاجة في اكتشاف يعني يقدر حد يستفيد منه ما بين الفيلم الاولاني وما بين ان بعد ما بتحلل وتقعد مع الاسادزة في ايه اكتر حاجة ممكن حد يقع فيها ك قلة خبرة انه يطلع فيلمه الاولاني يبصه له ويقول يا انا عريس ويقول ايه انا عملته ده يعني لحنقول لحد اعمل ايه او بص على ايه يبقى ايه اقولك ان دي احسن طريقة تتعلم بيها انك تعمل فيلم اولاني مش مهم ما يطلع حاجه وخصوصا النهاردة في الزمن اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي ان انت بالتليفون تعرف تصور فيلم وتعرف تمنتجه على التليفون وتعرف ما توريهوش لحد اللي عايز وانت اعمل زيهوش لما هتشوفه هتعرف المشكلة على طول ولو مش عارف المشكلة من انك تستعين بحد يقولك المشكلة وتقدر تعمل فيلم اللي بعض يعني اللي ساعد الواحد ايه اللي على الم واحد ايه هو ان انت كان فيه مشكلة يعني فيه اسادزة يقولي لأ فيه مشكلة زمائلك يقولولك فيه مشكلة بتيرتتكلم في الموضوع بعدين الفيلم اللي بعض بتحسن شوية الفيلم اللي بعض كذا يعني الأفلام القصيرة بشكل عام هي أحسن مدرسة إحنا عشان نعمل فيلم قصير وإحنا طلبة منتصف التسعينات كانت حاجة أصعب كتير من دلوقتي لازم كاملة سينما ما كانش عندك هكامر لا كاميرات ولا عندكه جوى المهد أنا عملنا أنا اشتغلت جوى معهد السينما سنة تانية وثالثة ورابعة خمسة وتلاتين ملي لا معهد كان بيديك إمكانيات كبيرة جدا والمعمل بيحمض لك في المعمل وبيتبع لك نسخة بوستف وبتمنتجه كان فيه إمكانيات كويسة جدا في معهد السين اللي بقوله إن دلوقتي بقى فيه فرصة أكبر إن أنت تشتغل في المقصير تعمله ممكن زي بقولك بالتليفون من غير ما تحمله تكلفة أو يتحرك نفسك ويتشوفه وتعدل من غير ما يتبع معك كبير يعني ممكن أنت تعمل فيلم يعني إحنا في بودكاست دلوقتي إحنا مع الكروز غير جدا تمام بس هو في الآخر هو وسيلة من وسائل السرد فيه منتاج وفيه تصوير وفيه نور وهكذا تقدر بنفس الحاجات اللي موجودة هنا دي تعمل فيلم سعر أنا بكلم عشان أنا تكوين شخصي إننا لو عملت أول تجربة في حاجة مثلا عندي فيها شغف وطلعت وحشة أو طلعت وانتقطت جامل جدا أول حاجة هلفه وعلى نفسي وأفقد سقطي في نفسي غالبا الناس اللي زيك واللي زي طلنتينو أنت محتاج جزء من الجلد والإيمان بنفسك إنك تفصل الرغبة عن إحساس بالفشل عن إن انت الشغفك أكبر يعني إن انت هشوف أنا مشكلة إيه وأحلها وهبقى مخرج وهبقى مخرج كويس أعتقد دي حاجة مش كل الناس اللي ممكن يبقى عندها العزيمة دي بذلك في أول حياتك ما فيش حاجة صلبة تستند إليها كثقة بالنفس كتاريخ ينتج الربط ومعندكش الرزيق أو الجلد ده أو تخانة الجلد الإيجابية بص أعتقد اللي كمان ساعد إن ده حصل في أولة بعدين تانية حصل تطور شوية فطرة وثالثة كان فيه تطور لو كنت خيشت بقى في تانية أو تالتة دي كانت ممكن ما تعرفش يعني فيه هنا ساعتها بس لما لما لقيت إن فيه شوية تحصن يعني ده الدنيا دفع قوية جدا بعد ما خلصت أنت عملت تجربة جبارة اللي هو أول فيلم رواقي مستقل يعني بر المعهد اللي هو ليلي اللي هو عن قصة يوسف إدريس أنا أنا بعشق الفيلم ده وممكن أشوفه كتير شافه من من أفضل أفلامك الحلوة من أفضل المعناها إنه فيه كتير حلوين جدا بس ده من أفضلهم لأنه كان فيه البقارة بتاعت اللي هي مفقدها مع أول عمل ونبتين نشوف حسابات حنجح مش حنجح الإنتاج الحاجات من دي أول نهي نقل الخلف يعني مكنش خالص شكله إنه ده فيلم بتاع أول فيلم قصير لمخرج لسه متخرج ثم الشجاعة بتاعتك إنك اخترت قصة شائكة محاطة بألغام كتيرة جدا لها دعوة بضعف شيخ ومؤزن ضعف ضحية الشهوات وتجرأت عليه وحلته حل مردي لما متتنازل فيه وبعدت عن وصلت المعنى من غير ما تبقى فيها إزاء حتى للأصولين المنتشددين الختيار الفيلم ده الجرأة دي كان مبنية على إيه إيه اللي شدك في الفيلم ده لأن ده كان روحك كلها فيه يعني أنا أنا أول معرفتي طبعا ما حدش عرف أنت أول معرفتي بيك وانا كنت مسافر أدريس إخراج وبعدين جيت اتعزمت على الفيلم ده فشفتك شفت الفيلم ده قلت ينهر يسويد ده 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 في حد بيعرف فيه خريك حلو قوي 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 وانا معرف عمري معرف عمل ده الاختيار جي منين أنا في الفترة دي وما زلت يعني كنت عندي بحب أدب دكتور يوسف إدريس جدا 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 والقصة القصيرة دي اللي هيك تسمعها كان لابد دي كانت مسيطرة علي من وانا في أولى معهنس وانت بتعرف امتى الحاجة يعني هتعرف تعاملها ولا مش تعرف تعاملها اوانا على الأقل يعني بدي نفس المقياس ده هو طول يعني لو انت قاعد القصة أو الفكرة مستحوزة عليك سنين طويلة جدا جدا وأنا كنت حريص جدا وأنا شغال عليها إن أنا معملش حاجة بالعكس أنا عايز أنا عايز تتشاف مش الغرض إن أنا عشان أعمل لابد يلي أن تضيي النور إن أنا ولا أنتقص من معناها ولا أنتقص من جوريتها ولكن المشاعر اللي كانت فيها هي كانت أكتر حاجة أنا عايز أعبر عنها بشكل كبير جدا وأنا عندي قناعة دايما أن اللغة السينمائية هي لغة زيها زي أي لغة بتقدر تتكلم في أي موضوع باستخدام اللغة المناسبة عشان تقدر أنت وإنت بتكتب تقدر تكتب باستخدام لغة مناسبة تتكلم في أي موضوع ويصل إلى ناس كتيرة جدا من غير ما يدايق حد اللغة السينمائية كذلك يعني هنرجع دايما نتكلم على الشاور سين بتاع سايكو اللي هو بتاع ألفا ديشكو بتاع القتل بتاع القتل إنه هو من أكتر المشاهد الدموية اللي موجودة بس هو ما فيش ولا لقطة لطعنة موجودة كنا بندرس الحكاية دي بندرس دا ليه عشان أنت ممكن تخلق فزع ممكن تخلق رعب بس مش بالضرورة يبقى فيه موجود للسكينة بتطعن حد فتشوف دا خلص بس في نفس الوقت هو عمل التأسير المطلوب دا اللي قصوده باللغة السينمائية إن انت يعني سواء في الكتابة سواء في الإخراج سواء في كده تقدر إن انت تتكلم في أي موضوع باختيار اللغة المناسبة لي وكمان الحاجات اللي ما بتتشافش بس بتتحس بيبقى أكثر وطأة على المشاهد لأنها خيالوا بقى بيروح لأي حتة طبعا وده ماشي هذا القتل في الحمام عمل ده تماما أنا من أول بقى ما عرفتي بيك إنا عندنا فترة بنحاول نعمل فيلم في الأول أنت وحب تحضر كويس جدا جدا بتتزاكر كويس جدا جدا بتسأل كل الأسئلة اللي في الدنيا وتتزاكر لحد ما تكون أنت تملك الشخصيات أنا أقدر أزعم أنت في وقت ما كنت تملك الشخصيات بتاعت بريمنا بيض أكتر مني ده وده ينسح بقى على تحضيرك وعلى حتصوره إزاي اللوكيشن اللي حركة الكاميرا الزوايا اللي قطات يعني أنت كنت أقرب إلى هيتشكوك أنك كنت بتحل الفيلم كله تخرجه على المكتب أو على الورق وتروح تصور هل بالأفلام فيلم ورا فيلم الطريقة دي بقى فيها مورونة أكتر بحيث أن أنت سايب حتة اللوكيشن يملي عليك إيه أو فكرة تجي لك وانت هناك أو حركة أو حركة ممثل غير متوقعة تخلق لك شكل تاني وطريقة تانية تحكي بها المشهد ولا ما زلت أنه أنا هعمل وجه بكله فأنا زي هيتشكوك قالك لكل اللي لازم أعمله أنه أفضل صاحي على مصور الحياة دي هل ما زلت هيتشكوك ولا الاتنين بمعنى أن أنا لازم أحضر كويس جدا ولازم أبرايح عارف كل حاجة كويس جدا ولو ظهرت حاجة عند أي يعني أي حاجة هنتهزها فرصة وأصورها حاجة عفوية في التمثيل حاجة شفتها في الشارع عايز أعملها أي حاجة الحاجة اللي بتسمح لي أن أنا أعمل ده أكتر التحضيره كويس أنا بمخلص فقادر أن أنا يعني الجزء خلي بالك التصوير شيء طبيعة موترة طول الوقت أنت ما عندكش وقت كافي عندك حاجات كتير عايز نعملها الحسابات طول الوقت الموجودة لو نهار عايز تلحق الشمس الكويسة لو ليه عايز الشمس ما تطلعش يعني في حاجات كتيرة بتبقى حكماك وإنت شغال فقدر الإمكان التحضير الكويس والجيد بيخليك أنت تشتغل بإقاع أسرع وبيتح لك الفرصة أن أنت تاخد كات أكتر بساعدة مع الممثلين أن أنت بيسمح لك أن أنت لو في حاجة عفوية صدرت أن أنت تقدر أن أنت تستفيد بيها بس وإنت محضر بشكل بشكل مصبوط وإنت معك سيفتي للشوت زي ما أنت شايف في الأول وتعمل تكس تانية يعني أنا بفضل أن وقت التصوير مثلا أن النسبة الأغلب من وقت التصوير تبقى بالتصوير يعني الكاميرا تبقى دايرة أغلب الوقت ومش أن احنا عايزين نخلي الكاميرا تدور هي بس هي حتة كده فهمزي عشان كفاءة نفسها بتاعت يوم التصوير هو ده الغرض عشان كده العالم كله بيشتغل كده بيشعل كده بالتحضير التحضير المظبوط أن أنت كل ما وصلت أن أنت بقى عندك وفي أعمال لا يمكن تتعامل إلا وهي مرسومة يعني يعني فيلم مثلا زي The Revenant مثلا فيلم زي دا مستحيل يعني أنت بتصور أربع ساعات في اليوم بس عشان توقيت شمس معين فأنت لو مش رايح عمل بروفات مظبوطة ومذاكر مظبوط وعمل ريهيرسلز مظبوطة هتعمله إزاي وده ريفرنت نوع الأفلام المخرج لازم يكون كاتب في نفس الوقت لأنه فيه أوقات كتيرة جدا عظيمة فيها صمت لو جيت تكتبها في السيناريو هتاخد صفحتين وماشهد هيبقى هتعبر عنه بأربع جمل لكن ممكن زمنه السينيما يوصل لثمان دقايق فدي بيبقى لازم بقى الاثنين واحد مش متأكد مش عارف مين اللي كاتب مش متأكد عارف ان هو اخرج بس مش متأكد هل هو اللي كاتب ولا بالمشاركة مع حد بس في الآخر كلامك مظبوط ان فيه أفلام يعني تنفذها والعالم البصري بتاعها واداء شخصياتها هي بتبقى جزء كبير جدا من سحر هذه الأفلام وهي او بالتقديم ان هي برضو رؤية شاعرية للمخرج طبعا طبعا انه بيخلق زمن وبيخلق احساس مش هي اللي بالتمثيل وقلها بالزاوية دي وقلها بالصمت ده اه انا عوني ما سألتك ده اول تجربة لك في عمرتي عقبيان كان اول تعامل لك مع الراحل العظيم وحيد حامد هل هو لما تعاملته كمخرج وكاتب تفاجئت بيه بحاجة انت مش متوقعها بمعرفتك بيه قبل كده ك لما مش تغل مع السيد شريف عرفة لما بعلاقت بيك العقل الابوية اه كنت مطاق حاجة ولقيت حاجة تانية ايجابية اكتر لقيت ايه اللي اختلف او ايه اللي انت فجأت بيه لما جيت اشتغل فعلا على ده فيه رواية وهو عملها بشكل عظيم جدا كنص سيناريو وانت قمت باخراجه الاعداد بقى هي اعداد الكاتب والمخرج كان هو عامل ازاي معاك لا انا دانية حرية كبيرة جدا ولما كنت رشو اخد الحرية دي ممكن شعار فخرج الفن بس في اللقطة بس مهمة بدا ان السيناريو والسيناريوهات والدي كانت بتبقى يعني ماستر بيسس بشكل كبير جدا يعني السيناريو بيطلع يعني حال معاي مخرج انه معاه مهمة رواية كأنك معا رواية يعني زي سيناريوهات كلها وبتبقى كده من اول درافت هي كانت يعني لو كنا اتناقشنا في حاجة كان بيبقى انتعرف كان الرواية يعني كان حصل ما بيننا هو قال لي احنا دلوقتي تعالى نقسم الفيلم من الاول كده يبقى عندنا زي نتفق هناخد ايه من الرواية وإيه اللي لأ قبل ما يكتب خالص قبل ما يكتب خالص فده مدى مهم جيد دي فكرة زكية جيدة لأنا رواية كانت رواية نجحة جدا ورواية مش حاين فهتقدمها كلها كلها لازم هتختار وهتختار زاوية وجهة نظر معينة وهكذا وفي حاجات قال طب خلاص تعالى نصورها وبعدين نشوفها بعد كده يعني إنما غير كده الموضوع كان يعني ممتع وعندي مطلق الحرية وانا 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 شغل ودي كتب حاجة مهمة جدا والحاجة التانية زي ما بقولك انت بيجي لك السيناريو السيناريو ماستر بيس يعني محكوم محكوم وممتع يعني ديالوج وممتع باين جدا شخصيات عاملة ازاي باين الحاجات سريع عارف العالم اللي ورا باين جدا والسوب تكس باين كل حاجة باينة انت لو ذكرت مظبوط وعملت شغلك مظبوط فرصتك في النجاح مع السيناريو زي كده كبيرة جدا فكانت تجربة بالنسبة لك تجربة ممتعة جدا ما بين سيناريو نص أصلي مكتوب للسينما وما بين سيناريو مبني على رواية أدبية أحساسي انك بتاميل الى الرواية وكان سؤالي لان الرواية خالت وقت كتير في البناء وبالتالي علامها كل وتكون وال وال كلها موجودة فتساعدك وفي نفس الوقت كنها طرحت وتعرفت وتشهرت وكان لها معجبين دي الاسباب والاسباب اي تانية اللي بتحب فيها رواية لان انت برضو انا عرف انك نفسك تعمل حاجة وعندك كزا مشروك عايز تعمله نجيب محفوظ انا عرف ده كوز جدا ومتأكد انك مشيرك هتعمل ده متأكد جدا يعني فعندك انت يعني عندك بتقدر جدا جدا الرواية الادبية ده حقيق اللي انت قلته مظبوط مفر وصحيح وبضيف عليه المطعة يعني الاحد بحكم انه بيحب يقرأ فبستمتع جدا بالرواية وفيه وفيه روايات بتخليك بتستحوز عليك روايات بتخليك ان انت بتشعل خيالك وبتخليك ان انت طول الوقت تبقى قاعد يعني بتفكر فيها وبتخليه خلاص يعني زي ما اتكلمنا كده على كان لابد يا ليلي انت ضيق ما هي نفس الحكاية كده فلما لما لقي نص كده يعني اقدر اقرأ مرة واتنين واحيانا اكتر من كده واكتشف في حاجات تانية وخليني قاعد افكر وان انا يخلق جوايا او يخلق جوايا شغف كده بحس انه يعني ممكن يتحول الى فيلم باللي انت قلته هل قراءة العمل سواء سيناريو او رواية القراءة المتعددة للنفس اللي تقدرها مثلا ثلاث او اربع او خمس مرات في اكتشافات بتكتشفها في القراءة التانية وفي التالتة وفي الرابعة وفي الخمسة انت كمخرج اه طبع يعني اول القراءة دي بتبقى قراءة كده يعني بتبتدي تتعرف عن الموضوع يعني بتبقى اقرب للمتفرج يعني او يعني لازم يشديني سيناريو او الرواية لازم استمتع بيها في البعدين بعد كده بتبتدي تقراها بعين لو انت هتنفزها يعني او هتحولها الى فيلم تبتدي تقراها بعين مخرج وهنا في القراءة انا دايما بحاول احول كل حاجة الى سؤالي يعني عشان اعرف بسا بقى ماشي كده في طريق انا مناخبطش نفسي كمان يعني فهم كل حاجة الى سؤال فبعد اسأل الناس طب هم بيعملوا كده ليه طب هم الى حتات وبالتالي كل ما جاوبت على حاجة قربت اكتر قربت اكتر من يعني السبب الدرامي او الانتانشن الحقيقي لو انا قدرت اعرف الانتانشن الحقيقي وراء كل حدث ايه هو ساعتها هعرف اجاوب على اسئلة تانية كتير جدا من اول بقى طب بالشكل التمثيل لو هحط الكاميرا فين هسابت الكاميرا ولا هحرك كل بس افهم الهدف من المشهد ده ايه او من الفصل ده ايه الانتانشن الحقيقي بتاعه ايه ومفروض يخلق جوه المتفرج ايه هي مجموعة اسئلة مجموعة الاسئلة تؤدي مفروض نظريا الى الحل ده بعد ما قرأت العمل اقرأت رواية وقرأت عدة مرات واستهوتك وعندك شغف كبار بيها اول حاجة اول تناول لك بعين المخرج ايه اول حاجة انت عشان تحس الفيلم ده انت هتاخده في اني حتة او هتحكي ازاي الحدوث ازاي التقوص دي بتيجي من حاجة بتيجي لوحدها ولا من قطر المذاكرة بتبتي تفهم ايه روح النص وتبني اخراج كله على الروح النص ده هي بروسس بروسس مبنية على مرحلة البحث وريسورتش اللي لازم اقوم بيها يعني مثلا ساعات بعين بغرض البحث مش عشان انا لقي مكان ادور فيه اصور فيه ان اسف بدور على مكان شبه الاماكن اللي موجودة قادر اشوف العالم المكتوب ده هو شبه ايه ادور عليه ممكن ادور عليه في كتب ممكن ادور عليه في مراجع ممكن ادور عليه في لقاءات مع ناس انترو مع ناس شبيهة بالكاركترز اللي موجودين فمرحلة الريسورتش دي بتبقى مرحلة قبل التحضير هي بتبقى متدخلة مع التحضير بشكل كبير بس هي مرحلة الريسورتش دي هي اللي بتعرفني العالم ده عامل ازاي خلي بدك زي ما قلت بكده انا اغلب الحاجات اللي انا تناولتها حاجات انا معرفاش يعني 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 بعيدة بعيدة عني او بعيدة عن حياتي فازاي اقدر عملها بشكل انت تصدقه انت حولت ده كمان النقطة قوة عندك ان بخضر بعدك عن العالم ده بقدر انت بتجيب قاع 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 العالم ده والحياة دي والمشاعر دي غير كده هيبقى الحل ان انت تعمل حاجة شبه حاجة يعني فهم ازاي مش هتبقى فيها حاجة اصلية فان انت قدر الامكان ان انت تحاول تعمل بحث شديد جدا لكل حاجة عالم الفيلم والشخصيات وانت احد يعني اكتر المخرجين انا اشتغلت مع المخرجين كممثل اللي عندك الشخصيات بالنسبة لك شخصيات حاجة مبهرة جدا جدا ودي اساس ان فهم الشخصية تغوص فيها تماما ودي كمان بتساعدك في الكاستنج انك بتقعد مع اي بناء ادم اي ممثل اي اوديشن اي حاجة انت تملك الشخصية وعارف كل حاجة تحت جلدها وتاريخها ورحها وريحتها اكتر من اي حد تاني فده جزء انا بقوله ليل انه ده مهم قوي ان اي مخرج يعمله لو عايز يقود الممثلين من حتة الشغف ومن حتة الفن وحتة الابداع دي فرصة للابداع مش منه انا عايزها كده او انا شايفة كده او هي انا عايزها كده دي دي بتبقى يعني غير كافية يعني في الاخر انت لازم تبقى عارف انت عايزها كده ليه ليه ايه السبب ايه السبب اللي هي هتبقى كده مشكلة لان اختراك كتير جدا قدامك فكل ما انت حطيت لنفسك اسباب انت هتعرف تختار هتعرف انت بتختار ليه لازم يبقى فيه اختيارك لازم يبقى مبني على كريتيريا معينة من اول اللي هتحط الكاميرا فين لحد هتصور فين كل حاجة كل ده يخدم فهمك الفيلم وفهمك الفيلم عن ايه وفهمي الشخصيات لازم احاول افهم ده كويس جدا وافهم ايه بس بس فيه وقت انت بتبقى عايز مثلا تعمل منطقة فيها رعبة فدي لازم اختياراتك كلها لازم تبقى مبنية على ده عايز منطقة يبقى فيها كوميك ريليف مثلا انت لازم تبقى بتشتغل علشان تعمل ده هتعمله ازاي عايز منطقة يبقى فيها صدمة معينة عايز تحققها مثلا في الفيلم فلازم تبقى اختياراتك بتخدم الاحساس ده والغلط بتاع المشهد ده ايه والهدف بتاعه اه ايه هدف في المشهد بيخدم ايه في الدراما وانت ايه ايه انت يعني انا بحس ان كل ما قدرت تشرك معاك المتفرج بشكل كبير في الفيلم بمشاعره ان هو عايز يبقى اعرف ايه اللي هيحصل انه هو يبقى يتقض في حتة انه هو يتأثر في حتة ان مشاعره تتأثر في حتة يتعاطف مع الشخصية في حتة ايا كان نوع المشاعر ايه اللي انت هتحاول انت توصله ده محتاج ان انت تبقى مدركه من الاول ولو تعرض طموحك التكنيكي كحركة كاميرا كإضاءة كطريقة سرد للمشهد مع اخلاصك لفكرة المشهد نفسه هل ممكن انت تنسحب الى الوراء وتخرج شرعي جدا لانه المشهد ده لازم يتعمل كده بغض النظر عن انت تحب تخرجه ازاي هو ده يعني اللي انت وصفته هو ده الطموح ان انت تشتغل بالطريقة دي هو ده المزبوط ان انت تبقى شغال بالاسلوب ده ان اللي محتاج والمشهد تعمله وده مش اي حد يعني في قوم رغباته الفنية او اكتشافه لحركة كاميرا للإضاءة للميزونسان يعني عايزة عايزة عزيمة ان انت تبقى مخلص للمشهد يقول ايه اكتر من انت استاتيكلي او جماليا ممكن تحب تعمله ازاي طبعا دي نقطة مهمة النقطة التانية ان ساعات مثلا انت عايز تعمل تأثير معين فتعمل عكسه في المشهد اللي قابله ازاي احكي يعني مثلا عايز تعمل منطقة كده يبقى فيها رعب سن او فيها صدمة قدر امكان المشهد اللي قابله يبقى مشهد الجمهوري بقى مسترخي ما يبقاش متأهد تغفله اه يعني فهم زي ان انت يعني دي كان قالها براين دي بالما وهو بيعمل فيلم كاري قبل مشهد من المشاهد مهمة الفن الرابع في العالم اه قبل مشهد من المشاهد المخيفة جدا قبله كان رأسة كاري بترقص في البروم في المشهد ده فعمل شط طويل جدا جدا كاري سعيدة وبترقص وكاميرا بتلف حواليها وقعدت تلف حواليها فهو في الكومنتاري اللي كان بيجي مع الدي فيدي فكان بيشرح بيقول انه هو استخدم الطريقة دي عشان يعمل شط ما فيوش ممتاز كتير فيه لقطة طويلة واحدة عشان يوفر القطعات عشان انت وانت بتتفرج بصد بصد وبعدين المشهد اللي بعده المفروض البروم ده بتتحول باقي لمجزرة كده ومشهد رعب كان من اشر مشهد الرعب وقتها بيغير الاسلوب تماما اسلوبه كمخرج لخدمة فأصد ان انت هي الفكرة مش بس ان انت نفسك في حاجة فما تعملهاش هتوظف كل حاجة ازاي واحيانا ان انت اتوظف الحاجات عكسة بعض بيخدمك وانت بتحكي الحدود انت قلت ان في فترات استراحة محارب بين كل عمل واخر بتحدد انت عايز تعمل اي نوع ام الافلام الفيلمك اللي جاي ببقى بناء على رغب افكارك على انت عملت اني جانر فعايز تعمل اني جانر ايه اللي بيدفع مرون حمد انه يختار ان ده ده الجانر او ده نوعية الفيلم اللي انا هعمله واللي هيبقى عندي شغف به لان اعتقد اللي ممكن تشتغل انت بالذات من غير شغف انا اعتقد اللي بيجي الاول ان انت تلاقي موضوع عندك شغف لي الموضوع اوكي مش انت تدور عليه الموضوع يجيلك بس انت فيه موضوع معين بيبتدي يسيطر عليك فيه موضوع ممكن تقراها تقد تبدل حبيبها فترة معينة بعدين بعد شوية تطلع منك وتلاقيك ان انت ما عندكش نفس وفيه موضوع تانية تلاقيها مسيطرة عليك بتجبرك ان انت تقرى الموضوع مرة واثنين وان انت تبحث وراه وان انت تقدر تشتغل عليه وتجد مطعة وانت بتشتغل عليه طبعه ما انت لقيت الموضوع كده لان احنا هنقضي وقت كتير في رحلة الفيلم فلازم ابقى متأكد ان انا مش حاجي في لحظة من اللحظات بعد فترة ان انا مش عايز اجيب وقر هاتعمال فدي نقطة مهم الحاجة التانية طب عادة المشروع اللي هيبقى من هذا القبيل هو برضو ارجع اقول حاجة ما عرفهاش يعني غالبا يعني حاجة ده حقيقي حاجة ما عرفهاش ما عملتهاش قبل كده وما عرفهاش هنا بربط يعني الاتنين متدخلين بالنسبة لي فبعد يعني تجربة الاخراج هنا متدخلة مع التجربة الانسانية انت تبقى بتتعرف العالم العالم فبالتالي العالم ده له طريقة سرده هنحكي حددته بطريقة معينة اللي هي بطبيعة الحل اخراجه مزبوط لما بيحصل ده انت محتاج تحط ايدك بالزبط على ايه اللي شدك ان جايز تعمل الفيلم ده ولا هو يكفي انك تكون عندك الشغف ده والموضوع مسيطر عليك وحبه ومسير ليك لا كلامك مزبوط لازم تسأل نفسك الاسئلة بقى انا عرف سأل نفسك مليون سؤال اه اه اولا احنا يعني انا حبه ليه بس هما بيتصرفوا كده ليه هما يعني ابتدي اسأل عن الشخصيات ابحث وراء الشخصيات وابتدي اعمل الشغل بتاعنا في اكتشاف هذا الفيلم هل انت بتتفرج على افلامك بعد فترة مثلا وت وتشوف انت عملت ايه وتشوف ايه العجبك وايه اللي كان ممكن تعمله احسن وتتبسط يتجلت ذاتك ولا انت بالنسبة لك الفيلم خلص انا المستقبل انا الخاضر مليش دعو باللي فات احاول اتذكر انا عادة يعني لما بيجي فيلم مثلا انا عملته قبل كده ويتعرض قدامي مثلا في التلفزيون تتفرج على حتة كده لان بشوف عارف وعافية ده طبيعي كل الناس ده طبيعي يعني بشوف اختيارات غير يعني بس فيه اوقات بيبقى فيه مثلا مشاهد معينة ممكن احب ان انا يعني فيها حاجة معينة مثلا فيها ذكرى معينة مثلا او فيها حاجة معينة ممكن اني بقى حاجة بتفكرني بحاجة خلف الكاميرا مثلا دي ساعات احب اتفرج على مشاهد معينة يعني انما عادات ان انا قاعد اتفرج على الفيلم برضو انا بقعد يعني بشوف الفيلم كتير جدا وبتشبع بيه جامل جدا في المونتاج وبعد كده يعني بتخلص التجربة بتبقى تجربة كاملة انت خلصتها تخش في تجربة بعدها ساعات لما ترجع تبص الورا تدعي نفسك اكيد بتتفرج كده على صورك وانت صغير الهدي بتقول يا انا كنت لبس كده ازاي والقص الشعري كده ازاي وربما يبقى حكمك جائر كمان على نفسك في حاجات بساعة عظيمة انت مش هتشوفها لانك تعديت المرحلة دي في الفيل الازرق الفيلمين هم كلنا انبهرنا بالرحلة الساكدالج او رحلة الهلوسة اللي بتسببها اللقراس المهلوسة وانت كان عندك فرصة جبارة انك تعمل اي خيال في دماغك لو قادرت التقنية انك هتنفزه هتعمله اختيارك بقى كان مبني على ايه وانت بتختار الشطات او شكل الرحلة رحلة الهلوسة دي هل مبنية على مبنية على خيالك انت متحرر من اي حاجة وده شرعي برضو هل جزء منها مكتوب من الاول وهل الناس بتقول الفي الف مش كده بتقول الفي اكس بيوروك منتج تاني غير اللي انت طلبته ربما ياخدك في حتة ما كانتش هي الاساس عندك ازاي بتختار عشان دي انا انا انت عملت حاجة جبارة وكتأول سبقة في تاريخ السينما انه حد يودينا في رحلة فعلا رحلة سكة كدلك او رحلة رحلة هلوسة بلا سقف اللي ممكن يتعامل انه احلى شن البار بتاع المعقولية فاختياراتك دي العظيمة دي جات ازاي اولا نقص كبير جدا منها كان موجود في الرواية وبعد كده كان موجود في في السيناريو وقعدنا مع احمد انه زي ما انت قلت كالموضو ده بلا سقف صح ف لازم يعني بلا سقف ده معنا كده انه مكلف جدا واحتمال يبقى فيه استحالة لتنفيذه اصلا فازاي نقدر اللي موجود معنا عارفين انهنا هنعرف نعمله قول لي بقى زيدي يا ريباوي حاجتين اول حاجة انا كنت لازم يبقى فيه منطق في الموضوعات والمنطق اللي انا اشتغلت به هو نفس المنطق بتاع الاحلام انت لما بتتطر تحلم في حاجتين مهمين جدا انه انت مفيش زمن ومفيش مكان في نفس الحلم الواحد تحس كده ان انت انت دخلت سافرت عبر ازمنة والاحلام فيها منتاج صح جدا كلها منتاج كلها منتاج كلب بالزبت اللوجيك ده هو ده اللي استخدمناه وهنا بنشتغل على ده الحاجة التانية ان فيها الاحلام فيها VFX بس اللي متصور اكتر بكتير جدا من VFX وحنا كمشاهدين هيخطرت علينا الامر اه يعني المتصور كتير ال VFX اولا في مخرجين قطار جدا لا يميلوا الى استخدام ال VFX بشكل كبير يعني بمعنى بيقولك اللي اقدر اصوره اصوره تبضحك ميته ايه مرور ان مهما كان هيطلع هييه اكتر يعني بدليل مثلا ان يعني كريستفر نولن مثلا من من رواد المدرسة دي اي حاجة نقدر حتى القنبلة النووية في اوبنهايمر هم نفذوها بجد معملوهاش معملوهاش علشان هم عنده الفيلم اللي كان عامله انسابشن لا مش انسابشن واحد تاني اللي هو بتاع الخرب العالمية دونكرك اه في دونكرك الطيران بجد وطاروا بجد واتمرانوا بجد والمركب بجد يعني تفهم ازاي الحاجات دي كلها بجد وناس كتيرة جدا وافلام كتيرة فيها جرافيكس كتيرة وفيها في افكس كتيرة ولكن زي ما تقول ممزوجة بلايف فبالتالي انت ما بتحسش ان انت قادر تفرق بين مش في حاجة انت مش مصدقها بشكل كبير ففي الفيل اللي ازرق حاجات كتيرة جدا من اللي جو اللي فيه اللي ازرق متصورة ومتصورة اتفقتوا على منتج النهائي اللي عايز يتشاف ورجعت لورا صورت الحاجات اللي انت هتستخدمها اه كل ده ستوري بورد كل ده مرسوم بشكل كويس جدا ومرسوم بالديتيلز بتاعته وازاي اللي قطات هتتربط ببعض وازاي ايه اللي هيبقى متصور live ايه اللي هيبقى CGI ايه اللي هي ايه اللي قطات اللي هتتعمل لها composting يعني معنى ان هي تتركب على بعض ده كل ده بيبقى مرسوم ومفيش طريقة تانية ان تعمله غير ان انت تعمله كده ان انت ترسمه وتبقى مذاكره كويس جدا لما انقلت الميزانية انت بتحلم وبعدين تقعد مع وتشوف ده هيكلف كام وترجع تشوف تنفس ده بالتأثير اللي انت عايزه بس بميزانية قال او تستبدل حاجات او تستبدل حاجات او تاخد اختيارات اخرى من حاجات انت ده غالي فمش نعرف نعمله طيب في بديل فنبتدي او نعيده كله يعني بحيس انه هو تناسب مع الميزانية بص اكبر غلطة ان انت تعمل حاجة هي مفروض تكلفاتها تبقى رقم يعني مثلا 100 جنيه خلاص وانت تصرف عليها 10 هتبان هتبان مشكلة كبيرة ف طالما مؤثر وكويس خلاص نشوف اهنا امكانياتنا ايه ونشتغل وفقا لهذه الامكانيات يعني وده بقى طبعا فيها برضو جزء اتخاذ قرارات صعبة بانك ايه المتصور على حساب ده هتكلف كم فانا ممكن اقلل ده مقابل ناخد ده بس خباك هو المتصور ده مكلف برضو طبعا لان انت بتصور يعني يعني لو جبنا الفيل لا زرق تحديدا اكيد كاست كبير فيها استعراضات فيها افاكت فيها حاجات من هذا القبيل فبرضو المتصور مكلف تجربة دي تجربة اولى وتجربة رائضة وعملت ناتجية خرافية واللي انت بتقوله ده واضح انه وراه ممكن نعطي مساعة فيه حسن ضروري ان انت بتعمله حلقات هدي الافلام اللي مفروض تعمل لها حتى كجز وفيه جزء ابنه هبقى طرفيه جدا ازاي الحاجات دي تعاملت وفيه جزء تعليمي وتحفيزي وملهم لنخرجين اخرين صعادين انه هما يشوفوا الحاجات دي بتعمل ازاي عملتوا عملتوا حيات كده عن التعامل ده ازاي باسهاب بال storyboarding يعني فيه حاجات موجودة اظن اصلا على الانترنت كنا بنزلها بنزلو اه وقت بالزاد في الجزء التاني يعني اللي هي بتبقى من storyboard الى المشهد ازاي كان storyboard وبعدين المشهد ازاي فيه حاجات من دي كتير موجودة وفيه حاجات موجودة برضو على الانترنت فيها الفي اف اكس بريكداون بمعنى ايه اللي تصور بجد و ايه اللي تحط cgi والحاجات رجبت ببعض زاي وهكذا برضو موجودة واحنا عرفنا انه فيه جزء كبير قوي من الفي اف اكس نفذته شركة مصرية اعتقد روما القفزة التكنولوجية اللي حصلت من شركات مصرية كان ما درسوا وحبوا تقون الحتة دي ولا جت ازاي احنا يعني طول عمرنا مشاهدين كصناعة سليمة احنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة انها متأخرين علميا وادواتا وتقنيا فيما يخص كل الحاجات المؤسرات البصرية والصوتية لغيرنا مكلفة الا انه فيلم زي كيرا والجن انه يعني تخلوا ان شركة مصرية هي اللي تنفذ لكو ده زي ارومة بالجودة دي وبالعظمة دي الطفرة دي جات منين عندنا كمصريين تقنيين بص اولا احنا في مصر في مديم معلومة يعني ان فنانين كتار جدا في مصر من اللي بشتروا في مجال الجرافيكس هتلاقيهم ابتدوا في مصر وبعدين سفروا راحوا شركات كبرى من الاسماء الكبيرة سواء في الولايات المتحدة سواء في انجلترا في حتة كتيرة لجودة للنهم الشاطرين للنهم الشاطرين طبعا ودي حاجة حاجة حيلة نحن نعرفها أصلا فدي حاجة يعني كذا اسم طلع من مصر وراح برا الحاجة التانية احنا كتر يعني اي حاجة التجارب بتعلم يعني وكتر الممارسة بتعلم وبناخد خلي بالك انت علشان تطلع ال 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 شكلها كويس هي لازم من التصوير تبقى عمل حسابك على كده اولا انا ده دي حاجة بتبقى عندي ان هو اللي احنا شكين فيه او اللي احنا ما عندنياش امكانيات لي ما بعملوش حاجة التانية لازم بتراعي ده وتحضر له كويس جدا من التصوير بمعنى هتصوره ازاي هتصوره مظبوط هتنوره ازاي مدير التصوير له دور كبير جدا في الموضوع ده زائد ان انت تحاول قدر امكان انه يبقى فيه يعني ان الحاجات تبقى مرسومة ومتحضر لها كويس جدا عشان تقلل فرص الاخطاء اه طبعا دي بتخلي الشغل شكله يعني بتدي بتدي فرص النجاح اكبر بكتير جدا خصوصا فيما يتعلق بال بالفيا فاكس ف اروماشركة بقالها كتير جدا بتشتعل وعندهم خبرة كبيرة جدا وتراكم خبرات عبر السنين كبير جدا واعتقد ان هما في كده والجن احنا كنا عاملين ريسورتش اكيروت جدا لوسط البلد كانت شكلها عامل ازاي وفيه مزج كبير جدا ما بين يعني خلي بالك وسط البلد 1920 مختلف عن 1130 مختلف عن 1160 فان احنا ازاي نقدر نوصل لهذا التخيل هيك تشكلها عامل ازاي فخلص وانس ان انت عملت كده كان فيه ديكورات مبنية اجزاء والباقي كان متكمل عن طريق الجرافيكس واللي بيحدد انت هتصور ايه اللي ان هو المسؤول عنه يطلع المنتج النهائي لازم يكون الفي اف اكس سوبرفايزر او القائم على على الدبارتمنت بتاعت الفي اف اكس لازم يناقش معك الزوايا وهتصورها مثلا جرين سكرين مش منفوق يعني اه احنا بنرسم الشوتين بورد الشوتين بورد دي فيها اللقطة منتهية المنتج النهائي اللي انت عايش المنتج النهائية تمسك بقى المنتج النهائية بتعمله حاجة اسمها VFX Breakdown تبتدي بقى تشوف ايه اللي هنصوره ايه اللي بجد هل هنصور Layers هل محتاج بقى تصوره على Green Screen ولا لأ محتاجين نحط Green Screen وتراكين ماركس ولا مش محتاجين نحط Green Screen وتراكين ماركس وساعات يعني في مدارس كمان في في VFX Supervisors في مدرسة يعني تحب المخرج و ان انت تصور بحريتك من غير اه يعني لازل ناس متقدمة انسانيا جدا وفنيا جدا اه وحتى لو ده تطلب انه هم يشتغل اكتر في شيء عظيم اه ده فنان بجد اه وفي اه بيبقوا عايزين يبقى عندهم زي سيفتي ناتس كده وهم مشين وفي الاخر مع التجربة اه انت مهم ان انت تخلص يوم التصوير وانت سيف انه مفيش احتمل يبقى اه انه في مينمام انت هتطلعه مقبول يعني خد لا ما اصدش اصد خد الكفريج بتاعك اه لو انت في حاجة لازم تاخدها فور سيفتي سواء الاطات الاخرى كضمان لو الموضوع باز عندك حاجات تحلب لازم ده من من التجارب يعني ان موضوع ان انت يبقى معك كفريج وان انت يبقى معك لو بتصور بزيات مثلا لو بتعمل اكشن لازم معك كفريج لو انت بتعمل حاجة فيها فيها خد الكفريج معناها انك تاخد كل الزوايا الممكنة عشان ما تضطرش مزنوق في لقطة او في زاوية مش معك مش كل الزوايا الممكنة مش بخبراتك بقى بتبقى عارف في اني اه يعرف ان انت معك كفريج مصبوط خلاص بلقطات ان انت لو عندك حاجة في الايدت ساعات ممكن تكتشف في المونتاج غلطة راكور مثلا ما فهم زي طب حتعالجها ازاي لازم معك كفريج ان انت تعمل تعمل تقدر تتصرب في المونتاج بشكل بشكل ما في الفي افاكس كذلك ممكن ساعات تبقى محتاج تاخد وتابر بقى امتي سليت محتاجه يعني على حسب انت بقى بتبقى محتاج الموقف اللي انت فيه محتاج ايه الحتة دي بتحس ان هي بتبقى مجبعة بالنسبة لك نوع كرياتيفي بلاس الابداع بتاعك كفيلم كصانع فيلم انك ازاي هتعملوا حاجة مشروع جو المشروع وفي حاجات انتم ما تملكوش كله على صرها ده شيء يعني بيستفزك انك تعمل حاجة بعدك شغف ليه لوحده انك تتقنه ان انت تعمل حاجة انت معملتش قبل كده لا في حد تلفية في اكس انك تقعد مع الناس دي وتختار وتشوف وتحدد انت بتخلقوا عالم من يعني من من سفر يعني بتخلقوا طبعا دي فيها متعة فيها متعة كبيرة جدا وفيها حرية فيها حرية جميلة جدا ومتعة ان انت تعمل هي متعتها في ان انت بتخلق حاجة مش موجودة بس وانت بتتفرج عليها تأثر فيك دي دي الصعوبة من غير يعني من اول اول الجزء الهاجس اللي كان عندنا كلنا ان الناس تتحق اه ايوة ومعبعد ما يكون انهم عملوا كده خالص ده كان هاجس وده وادت يعني فهم زي لو ماخدتش الموضوع بجدية شديدة الموضوع ده فان انت تحاول ان انت تاكس التأثير ده ان انت تحاول ان انت تعمل وتأثر في الناس هي دي اللي فيها يعني تحدي بشكل جديد التعامل في الفي اكس كميزانية مع المنتج المحددات بتبقى ايه بتبقى يعني بتعودوا تاخدوا وتدوا مع بعض عشان توصلوا لميزانية معاني محدود بسقف ميزانية هي حاجة في الحقف النص انت في الاخر دايما في ميزانية هتحكمك لان انت شغال في حجم اللي حكمك في الاخر حجم السوق بتاعك شكل ما ففي ميزانية هتحكمك الميزانية دي فيها بنود كتيرة جدا من ضمنها ال 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 في افكس كل فيلم بيختلف عن الفيلم الاخر فاكيد مثلا في فيلم مثلا زي ال في لازرق ميزانية ال في افكس بتاعته اكبر من فيلم مثلا لو حدي مثال تراب الماس مثلا او 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 اي فيلم فيهم ال في افكس اقل فيه بس في فيلم تاني ممكن تلاقي بند تاني زاد في الاكشن مثلا عشان طبيعته فحتى ان ال في افكس هينكمش فيه على حسب طبيعة طبيعة الفيلم بس هي مش في المطلق بس الفيلم مثلا في حالة الفيلم ازرق ده اهم يعني الفيلم عنصر رئيسي فيه ده مهم في فيلم مثلا زي كده والجن او ابراهيم العبيض العنصر الاساسي في يوم الاكشن فلازم هتلاقي ميزانية دي زادت عن الحاجات التانية فبس في جميع الاحوال انت بتبقى مربوط في الاخر بسقف ميزانية كلية لازم هتتحرك من خلالها فالضحي بايه وتاخد بايه طبقا لخبرتك وطبقا للفيلم محتاج ايه وطبقا للفيلم محتاج ايه واني تضحية تنفع واني لأ بالظبط بالظبط انت جيت عند المعارك انا عارف انك بتحب وتدخل يعني حتى المعارك ده جزء منها هو خيال وجزء منها هو دراما وجزء منها بيعبر عن سلوك وحالة الشخصات بتاعتك هل انت بتبقى عندك فكرة دقيقة انت عايز المشهد الاكشن ده او المشهد الحركة ده المعاركة دي او او نفترض خنقة بالايد مثلا وهيخبطه في ازاز وهيقف كذا في حصان بتبقى انت متحيلها تماما وتحاول تنفزها ولا انت في جزء كبير مطروك المصمم المعارك او انه هيجيب لك انا كمان عارف انك بتحب قوي تسمع الناس وترفض اول 40 حاجة تقريبا تقالت فالتعاون معك بيحصل ازاي لما تكون المشاهد الاكشن دي مشاهد اساسية جدا في الدرق ايه جزء اللي انت بتتمسك بيه هما بينفذه رؤيتك ولا انت عندك فيه براح او جزء من المساحة انت مرن فيها وريني انت وتعملوا ده انا عايز تديلهم الروح او الفكرة وتشوفهم يعملوا ايه ولا انت جاي من ضمن مزاكرتك انت مزاكر جدا انت عايز وعارف عايز يعني انا بيبقى عندي من الاول ابقى عارف مش شكل الحركة عامل زي دي شغلة مصمم المعارك نفسه بس فيه حاجات لازم نبقى عارفينها مثلا احنا هما بيتخنقوا مع بعض ليه اول حاجة لازم نبقى فاهمين بيتخنقوا مع بعض ليه وايه اللي هيحصل لو ده ضرب التاني فدي نقطة نقطة مهمة ليه لان ده هيأثر فينا كمتفرجين هل ايه الغرض من المعركة اللي احنا بنعمالها فبالتالي كل شخصية متعاركة لها هدف من وراء المعركة اللي موجودة غير ان احنا بنعمل مشهد وليها مقومات نفسية وجسدية لازم بتظهر دي بقى النقطة التانية مهمة جدا طب هو ده مثلا بيعرف يتخانق اصلا ولا ده ما بيعرفش يتخانق طب ده بيتخانق بايه وخبرته بتخليه استخدم السلاح ايه وهل مفتاري ولا مش مفتاري كل الحاجات دي بقى نتدي نحددها من الاول وده اللي بحاول احكيه لمصمم المعرك الحاجة التانية هو احنا بنتفرج انت سام انت قلت كده فيه مخزون كبير جدا عند المتفرجين على الاكشن ملايين الخلقاء طبعا وفي اغلب الاعمال اللي انا كان فيها اكشن اللي عملوا الاكشن الممثلين يعني كل المشاهد الممثلين هم اللي عملوها فيه ستانس طبعا وكل حاجة بس الحاجات اللي هي الخطر قوي انما الممثلين هم اللي عملوا الاكشن فالسؤال انت عايز تأثر على المتفرج ازاي ازاي فعم ازاي عايز يعني دي ليها دعوة بحاجات كتيرة جدا اولا هتقطع كتير ولا هتحاول ما تقطعش كتير نمرة اتنين هتسكت امتى يعني مثلا ناخد كيلو 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 الجن فالمعركة مثلا بتاعت الجن بالشراب فهتلاقيه قعد بعد كده شوية من المعركة وبتاعت نفتكر ان المعركة خلصت وبتاعت وبعدين هو بيعاد الشرع يجي حصان يقوم خبط موقع فانت تبقى افتكرت ان خلاص المعركة خلصت فتقوم تاني فتقوم تاني تعمل عليك تأثير معين وهكذا لازم تسأل كل الاسئلة دي وتديها لمصمم المعارك انا اشتغلت كل شغلي مع اندرو مكنزي ما استخدمتش اي فريق اخر من اي حتى في العالم لأ كان فيه في كيرا وجن كان فيه ناس تانية بس برضو كان اندرو معايا واندرو كان له يعني اموت كبير في الحاجات اللي احنا عملناها تصور اللي عنده تصور كويس من اول ابراهيم لبيض لحد الفيلم الاخير في كيرا وجن يعني وبستمتع جدا بالشغل معاه في الحتا دي لانه هو برضو لما يعني بنقدر ان احنا نوصل لحاجة بحاول خدر الامكان ان المتفرج وهو قاعد بيتفرج عليها يبقى متعيش معها واعتقد برضو اندرو يعني فيه ناس كده بشوف دايما ان هما يعني جودتهم او جودة اللي هقدموه مرتبطة بال مطلقي الخدمة يعني مثلا دايما نقول المحامي والمحاسب هما بشطرتك لو انت رجل شاطر هبقوا شطار مع واحد تاني خيب او مدهول او مش مركز هبقوا اقل ف فرأي اندرو معاك ومع شريف الحاجات اللي هو بيحبها اللي بحسنة حقيقية هو بيدي حتى من عنده اكتر من اي حاجة في رأي بص انا رأيي الشخص ان يعني اندرو اضاف الكثير للسينما المصرية فيما يخص الاكشن يعني حتى كمان على مستوى ان ناس كتيرة جدا اشتغلوا معاه طلعوا من عبقته طبعا طبعا واضاف كتير للسينما المصرية في الحتادي يعني وفي حاجات في افلام كتيرة جدا اتعملت مميزة كان هو برضو لو دور كبير فيها وما فيش بقى فريق تاني بكتر الاعمال جيه وبقى فيه كذا مصدر لل اعتقد لا اعتقد انا فيه فرق كتير طيب كيرا والجن بقى استاذ مروان يعني انا اكلمت معاك وكلمت مع كذا حد بذات ورا الكاميرا كلكم عندكم حاجة مشابهة وغمضة بالنسبة لتجربة الفيلم دا وانتو قلتو هالي كل واحد فيكو بكلام مختلف لكن يصب في نفس المعنى انه الفيلم دا خد حتة من روحنا الفيلم دا غير حاجة فينا الفيلم دا اهلكنا روحيا وان انتو كل خؤات وربما ما ما زلتو تتعافو من كيرا والجن عايز اعرف ليه كيرا والجن طبعا اول حاجة حصلت واحنا بنصوره ان هو جي واحنا بنصوره بعد شوية صغيرين جدا جاءت موضوع الكورونا ففي متوقف فترة طويلة بسبب الكورونا فخد تقريبا ثلاث سنين في تنفيذه وهو فيلم ضخم جدا جدا وكل تفاصيله كنا لازم نعملها من يعني انت بتعمل الفيلم عن تدور احداثه في 2019 واذا تنوح برضو مرعب اه وفيلم في صور التسعتاشر وفي شخصيات وفي اماكن تصوير وفي ملابس وفي معارك وفي حاجات كتيرة جدا فانت لازم تصنع الكباية ولازم تبني الدكور ولازم تصنع الملابس ولازم ونحجات كلها مش موجودة فده اخذ جهد كبير جدا وطبعا وفلوس كتير جدا برضو طبعا والفترة دي لما جات الكورونا الكورونا مش بس الخوف من الكورونا والصناعة السنمة في الدنيا كلها وقفت كانت حصل توقف لصناعة السنمة الدور العرض قفلت على بالما رجأت الدور العرض تفتح تاني وكانت بتفتح تدريجيا خمسين في المية اظن ساعة الاول وبعدين زادت لستين وبعدين فالتجربة نفسها كان منوها كمان التصوير فترة طويل منوها التصوير وفي نفس الوقت بعد كده حظ التجول حظ التجول الحاجات دي كلها وانت كنت يدوبك مصور اسبوع او اسبوعين فيعني كانت من الحاجات يعني كان عندنا مشهد احمد عبد الحي كيرا كريم عبد العزيز لابس كمامة علشان مراته ماتت في الوانزا الاسباني واحنا بنصور الكرو لابس كمامات عشان الكورونا ده ده بسردية هزلية بالصبت هو جه جات الكورونا اثرت على تصوير الفيلم ده تأثير كبير جدا يعني فطبعا اضطرنا ان احنا نصوره على مدار فترة طويلة بالاضافة نوعية الفيلم الصعب واخدت وقت ثلاث سنين مثلا ثلاث سنين بسبب الموضوع انا عارف منك من زمان انك المزيكة بالنسبة لك هي مدخل جبار لك في التخيل وفي الاحساس بالفيلم وفي وفي تصور شكل الفيلم وطريقة سرده وبالتة الوان وكل ما يوحيد به هل ما زلت بتشتعل بالمزيكة في وقت التحضير طبعا لازم عندي فكرة عن مش بالضرورة المزيكة اللي انا بحطها كمصدر الهام ليه ان انا بشتغل بها تبقى هي دي ليه علاقة بالمنتج النهائي ولكن بتحسسني بالايقاع بايقاع الفيلم وانا شغال عمل ازاي بايقاع المشاهد باختيارك لنوع المزيكة تقصد؟ اه مشهد كده يعني بحاول تخيله احساس الاحساس ده بييجي من بمزيكة معينة بمتخيل المزيكة ده ملاحش علاقة خالص بالمنتج النهائي ملاحش اي علاقة شيء ملهم بالنسبالك اه حاجة بالنسبال انا وانا شغال بقدر احدد بيها يعني احساس المشهد عمل ازاي اقاع المشهد عمل ازاي يعني انا دايما بحاول اتخيل المشهد صامتة بشكل كبير اشوفها لان لازم الصورة الصورة مش معنى كده مش معنى الصورة الجماليات الصورة الصورة تعبر لو شلت الصوت هفهم ايوه بالظبط كده بالظبط هي دي هي دي النقطة انت ازاي لو انا بتفرج وانا مش فاهم اللغة هفهم ايه فهو ده اللي بحاول ان انا اشتغل عليه من او لو هما بيكلموا او لو الفيلم ده مترجم مثلا ما انت ترجمها ساعات بتقرأ وساعات ما بتقراش ساعات بدأ لازم الصورة يبقى لها تأثير عليك وهنا لا اعني بالضرورة ان الجماليات التقليدية للصورة ولكن القصة اللي في مشهد ما حكيه ازاي اللقطة دي بتحكي ايه فالمزيكة بتساعد الواحد انه هو شغل او انا يعني بحب اعمل كده ان انا كل مشهد بيبقى عنده زي كده ايه قطعة موسيقية كده هي اللي بتفكرني بالمشهد او بتخليني اشوفه او اشوف لقطاته وده مو كيمة مرجعية لما تيجي تشتغل مع حد ميوزي كومبوزر مثلا زي شام نزيه او اي حد بيبقى قريبة من المزيكة انت لو قدتلي شام حاجة كده مدرسة شريف عرفة خرج منها عدد كبير من المساعدين وانت كنت واحد اهم من المساعدين دي وكلهم اصبح مخرجين مهمين ومخرجين اقوياء وعندهم فكر او رؤية الافلام اللي بيعملوها واناك حين ايه ايه اللي بيخرج هذا النوع من المخرجين من المساعدين اللي اشتغلوا لصق لصقا باستاذ شريف عرفة في افلامه بص اولا الاستاذ شريف مدرسة كبيرة جدا جدا يعني مشاهدة الاستاذ شريف هو بيشتغل هي ملهمة في حد ذات يعني انا لما ابتديت وكنت مساعد وقبل ما اكون مساعد من الحاجات اللي حابباتني في السينما انبهاري الشديد جدا بالاستاذ شريف يعني انبهار الشديد جدا والى الان يعني الحاجة التانية الاستاذ شريف بيعتني جدا وزي ما انت قلت هو مدرسة بيعتني جدا بكل الناس اللي بتشتغل ما هتلاقيه بيجي دون ان تدري كده يقولك على نص يتأكد اذا كنت شغال او مش شغال يتأكد انك مركز او مش مركز وعلى فكرة مش بس على مستوى مساعدين المخرج على مستوى التصوير على مستوى الصوت على مستوى الجرافيكس على مستوى كل حاجة ممثلين كلنا يعني هي منظومة اولا يعني كلمة النظام وكلمة يعني ايه الوردر يعني ايه التصوير يعني ايه المواعيد يعني ايه ان انت تبقى شغال بتركيز دي حاجات كلها يعني تعلمتها جمج جدا مع الاستاذ شريف تعلمتها بشكل كبير جدا زاد هو شخصية سواء افلامه سواء هو كشخصية لأ ملهم بشكل كبير جدا يعني يعني انا اشتغلت معايا واخلي الاحظ اشتغل معايا واشتغلت معاك كممثل واشتغلت معناس كتير اللي كان عايز عندي الحظ اشتغل معاك اقرب اتنين سات لبعض مختلفين عن على اقل كل السات اللي انا روحتها وانا قادر اقول انا عملت 25 عمل بس اللوكيشن بتاعكم ليه طابع مش موجود في اي لوكيشن تاني وانه الكفاءة بتاعت الناس وتفانيها في الشغل وسرعة الاداء وانه مفيش صوت وانه بيشتغل بحب وانه اهم حاجة ان كل ده بيحصل وانه مفيش حد فيكو زعب يعني انت اكتر واحد عرفت الروح ده جبها ازاي ونفستها جدا لو افترض ابنك هبقى مخرج وعايز تقوله لو هتقى مخرج الساد بتاعك مفهودي يبقى عامل ازاي عشان تبقى مخرج مالك ادواتك هتقول يعني ايه هو الحاجات اللي انت اللي بتعمل النوع ده من المخرجين او بتعمل النوع ده من الساد لان بتممكن تلاقي بعض الناس اللي في الكرو وبعض الناس اللي قدام الكاميرا في افلام اخرى او مستسلات اخرى فاكين تماما وشخصيات تانية خالص طبعا انا اول ما ابتديت انا شفت ده من فالساد بتاع الاستاذ الشريف وده الحاجة اللي انا شفتها يعني سوريا انت روحت الاول ساد بتاع استاذ شريف وانت لسه ما دخلتش السيني مع الولد والحموم واستاذ وحيد فكنت منباهر به قبل حتى ما انت تختار يعني هو جز يعني انا يمكن بسبب انبهاري خدت قرار ان انا اخش مع ساد يعني غالبا ده السبب انا دي مرجعيتي الاساسية في شكل الساد انه الساد لازم يبقى كده زي اللي شفته عند الاستاذ شريف عرفة والحاجة التانية ان عند الاستاذ شريف عرفة هو الكرو هو كله انا تعلمت من الكرو مع الاستاذ شريف كتير جدا اللي بيشتغل مع الاستاذ شريف في كل الاقسام فبالتالي ردا على سؤالك طب ازاي تحافظ على ساد بالشكل ده هو الكي كرو بتاعك هو اللي حيعمل ده فالاختيار طبعا طبعا كل الكي كرو لازم يبقى متجانس مع نفسه لازم يبقى بيشتغل بنفس الطريقة دي ونفس المنظومة دي اللي هي منظومة متورثة في السينما المصرية بشكل يعني منظومة هتلاقيها هتلاقي مثلا يعني الاستاذ شريف نفسه كان انا شفت برضو ده المنظومة دي مع الاستاذ ساميس سيف ده انا شتغلت معه وتعلمت منه برضو كتير جدا وهتلاقي عنده المنظومة دي موجودة الاجيال يعني الاسد ذاتنا ده كان الطبيعي وده الطبيعي في الساد بتاعه ده ده الشيء الطبيعي فدورت على كرو شبه نوعية معينة اقرب حاجة ليك بشتغله بشغف وحبين اللي بعمله وجاين يشتغله عشان بيحب وعايش نعمل في المحل وفي نفس الوقت انت عمل عمل شغلك يعني دي نقطة مهمة يعني يعني مفيش مرة مثلا يعني انت خلاص السيناريو خلصا جايين نشتغل مواعدنا معروفة احنا عارفين لقطاتنا ايه عارفين مشاهدنا ايه وجايين ننفسه وخلاص في مقولة كده للأستاذ شريف لأمبيولين وتعلم الأستاذ حسن الإمام بالضبط انه حيصور المشاهده في اليوم ده حيصورها بأي طريقة ان كانت معدة ما جاتش اضاءة ما جاتش كريم ما جاش ممثل ما جاش حيصور بالممثل برضو وانت جيت يا مرهون قلتلي نفس الحاجة اللي تعلمت دي من السيد شريف وانا بتذكر حاجة انه كنت قاعد معاه وانت لسه في بداية تحضيرك اول عمل لك عمرتي عبيان وكان قصد مهول وقصد عظيم ومخيف وانا من نسبالي مرهون ده ايه 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 فهو كان مرة عندي بيكلمت نقشني في حاجة فانية كده فبعدين انت اقل قلت له اه استاذ شريف هو الاعلان جدا على المرهون هو ازاي قال لي تلقش على المرهون خالص تقول لي يعني يعني هو تمام تقول لي يعني هو تمام قال لي بقول لك هو تمام دي كانت مفاجأة عظيمة بالنسبة لي هو ما قاله الاستاذ شريف يعني الاستاذ شريف بيتأكد ان كل الشغالين معاه حتى الشباب الصغير لازم يبقوا شطار يعني عشانك ما تلاقيش مثلا معاه ابدا ممثل وحش حقيقي ما تلاقيش ابدا ده ايه كل المساعدين المخرج اللي اشتغلوا معاه مخرجين مهمين وكل الاقسام بيتأكد انه كل الناس تتقلق بتحتاج وقت بعد ما تصور الفيلم انك تبعد عنه فترة يعني انه مثلا زي الاديب او حتى سيناريست بيكتب اول مسودة لازم يساعدها شوية يبعد عنها فيقدر يشوفها تاني ويبدأ اعداد الكتابة هل انت كمخرج محتاج وقت بين نهاية التصوير وبداية المونتاج تكون انت فصلت شوية من الفيلم فما تبقاش قريب جدا منه ولا مش الشرق لا انا بالعكس انا بحب اصابة بتبقى شحنة يعني شحنة متواصلة كنا ممكن تريح يوم يومين بتاع انما هي بتبقى شحنة متواصلة انا بعد ما بخلص التصوير ببقى عايز اشوف الفيلم في المونتاج بشكل سريع جدا ببقى نفسي اشوف الفيرس كات الفيرس كات بالنسبالي ما هيش المونتاج بس ببقى ده اللي يخليني يعني امتى باقدر اقول ان معايا فيلم اول ما فيه فيرس كات منشاهد محطوطة ورا بعض ده اللي تصور ده الحلو ده الوحش ده اللي كنا متخيدين وطلع انت ما بتبقاش عارف يعني كل ده بيبقى جوه جوه دماغك فعلم ازاي كل ده بيبقى انت متخيله اتنفذ ازاي خالت تنفذ حلو زي ما انت عايز ممكن ساعات اللي انت كنت متخيله نفسه ما يبقاش ما يطلعش ما يطلعش او ما يبقاش احلى حاجة يعني فهم ازاي والد جدا يعني هتعرف امتى بقى نتيجة التحضير والسطوري بوردنج والسيناريو والمعاينات والحاجات دي كلها لما تشوف الفيرس كات الفيرس كات دي ما هيش بالضرورة خالص هي منتاج الفيلم بس بتقدر من هنا تبتدي تشتغل وتبتدي تجود في الفيلم وتبتدي يعني تمنتش فيه وتبتدي تشتغل عليه فبقى بقى دايما متشوق جدا ان انا اشوف كات من الفيلم بسقتك في المنتير وانت عامل زي الاستاذ شريف بتشتغلوا بمجموعة ناس هما طبعا افضل الناس الموجودة هل بتطرق للمنتير يعمل التركيب الاول للفيلم او يختار من الديليز ولا ان ولا انت لازم تشوف كل حاجة او الثقة المتنامية من عملك مع نفس المنتير كتير انت تقدر تصد فيه انه يربط المشاهد في بعض يعمل لك الفيلم ممسوك في بعضه بعد انت تيجي بقى تختار عايز تشوف لقطة تانية عايز شوف ايه من زاوية تانية وتبتدي تعمله بقى تخش في مرحلة المونتاج بتأمن حد على ده ولا ضروري ان انت هشوف كل حاجة الاول وعشان تختار ايه اللي يتركب و ايه اللي ما يتركبش و ايه اللي يترمي خالص و ايه اللي خليه سيفتي من الاول ده بيبقى انسب ان انت من الاول خالص ان الـ بداع الفوتج اختيرات المشاهد ده منطقة مهمة جدا في الاول بحكي لنا على دي بقى كيف تختار بتتفرج على الفوتج فعم زي اللي متصور ساعات بيبقى فيه اه ثلاث حاجات حلوين جدا اه مسلا من نفس الحاجة مسلا ممكن ساعات يبقى فيه ممثل عامل تكين مسلا حلوين جدا ويبقى محير ويبقى محيرت خليه بتعمل زي احيانا بيبقى فيه شطات ببدئين بتستبعدها فيه مشكلة تقنية فيه حاجات وهكذا بتعمل السيليكشن بتاعك الرأي المونتير مهم جدا اولا لسبب مهم ان المونتير اول وحكمة هو اول متفرج صح هو بقى اللي حيشوف اللي اعنا عاملينه ده وممكن يشوف حاجات انت متخلنش واخ بالك منها سواء ايجابية سواء سلبية ممكن الاتنين كونوا عين مختلفة ولا بفهموا الابداع اللي ممكن يحصل من طريقة المونتاج نفسها معي شرعة بس اه اقولك هل العين دي عشان هو هي عين حضريش التصوير فدي عين فيها فراش لسه ولا عين بخبرتها في المشاكل اللي قطات دي هتتركب ازاي فيطلع لك حاجة يفاجأك بيها اختي اما بتقول عينه عينه مبنية على على مكنش حضر التصوير ولا عين المنتير هي عين اخرى فعلا لا هي عين اخرى فعلا وهي من فهمه للنص وفهمه للأحاسيس اللي لازم توصل وفهمه للمشاعر اللي لازم توصل وفي حاجة ينتجي وراها انه هو بما انه هو مش حضر التصوير فبيشوف بعين فراش تماما وما تعيبش بقى فمش مش تمسك بحاجة عشان ما تعيبش في اللي بيعمله لا يعني ومش يعني ساعات ممكن انت تبقى في التصوير انت حبيت حاجة جدا بس هو يجي ويشوار لك على حاجة فهم ازاي انت كنت شايفها احلى او يعني فهم ازاي يعني رد فعله الاولاني ده بيكون مهم جدا الحاجة التانية اوه زي ما اقولك والفيلم بيبان في المونتاج يعني بيبان ايه ده ده تحول الى حاجة بقى ما بقاش هيكل وكان اخر ليه وح هو وليه شخصيته صعب بتحصل صعب بتحصل ان في مشهل يعني هتتخذ وحدات بقى صح يعني ممكن مشهد انت كنت متخيله بطريقة في المونتاج ياخد وضع تاني تاخد وراء قرارات ويطلع حقيقة اخرى ربما انت بتشوفها الاول مرة اه يعني اديلك مثال مثلا في الفيل اللازرق الجزء الاول في مشهد يحيى راشد بيقول للبناء يعني كريم عبدالعزيز بيقول ان اللي كريم بيحكي لها على الحادثة اللي كان عملها ومراته وبنته ماتوا وما ايه لما جينا اللي كان مكتوب ان اهنا هنصور الحادث في اثناء حكي يحيى راشد هنصور الحادث صورنا المشهد الاول مع مع كريم ومع نيلي ومشهد بسيط جدا هما الاتنين واقفين قدام النيل وما فيوش حاجة خالص يعني لونج شوت وكلوس اوب ما بينهم هما الاتنين وكريم ونيلي كانوا بارعين في هذا المشهد فلما ما انتجناه ما انتجناه قبل مكتش صورة الحادث فلقناه مؤثر جدا المشهد وهنا انت عندك البطل عمل مصيبة عمل حادثة وقتل مراته وبنته لو كنا حطينا الحادثة ممكن تفقد التعاطف ده عشان هتشوفها فخدنا قرار في الإيدت لما شفناه متركب ان انا ما نصورش اصلا بالحادثة بلاقينا ان احنا مش محتاجينها احيانا كتيرة بتلاقي في المونتج لما الحاجات بتتحط جنبه بعض وبتتحط ورا بعض احيانا بتحطي سرد سرد اخر صح سرد اخر هنا بقى هنا انت دلوقتي دور المونتير مهم جدا دور ولازم تبقى واصف يعني لازم ده طبعا طبعا ده عارف يعني عارف انت زي في الغطس كده لازم تنزلوا صح صح لازم اتنين ننزلوا مع بعض فانت والمونتير زي علاقة المؤلف المخرج صح بس هي بتبقى ايه يعني المخرج بيمر مع كاتب ما قبل ومع المونتير ما بعد ومدير التصوير في اثناء التصوير ومدير التصوير في اثناء التصوير فعلا بعض المخرجين بدون ذكر اسمائهم بيؤكدوا يعني بسقع جملة جدا ان الافلام تصنع في حجرة المونتاج ومش في التصوير لو علقت على الجملة دي لو متلاكش مين تقدر تتعلق عليها ازاي ماذا صحتها او هي طبعا اكيد مش صحيحة بالكامل يعني دي ناس قالوا انا بشوف اما بروح بروح انا بصور وبعدين لما في المونتاج الفيلم بتخلق في المونتاج مش هو اللي انا صورته حاجة حاجة ممكن لو بقولها بشكل ركيك بس قد ايه من ده او هل ده ممكن تقول فيها شيء من الصحة ولا ده معناه ان حد كان بيصور كل الزوايا وكل الفوق وتحت واخد كمية حاجات كبيرة جدا والمنتاج بقى هو يعيش بقى في الظلمة لا في الحقيقة في المونتاج لما اللقطات بتتحط جميع بعض والمشاهد بتتحط جميع بعض بيحصل نتيجة ممكن تبقى احسن من اللي انت كنت متخيلها او مختلفة او لقدر الله ممكن تبقى عندنا مشكلة مشعله وارد ايوة وارد الرينج ده كله الرينج ده كله موجود موجود في المونتاج يعني ده وارد ان يبقى فيه حاجات كتير عشان كده مثلا بتسمع كتير جدا بذات هوليوود ريشوت صح تسمع كتير جدا هو ايه اللي حصل لما كانوا صوروا وهما متأكدين ان هما بيصوروا حاجة مصبوطة وصعداء بياه وكده لما حطوا عشان كده ان فيه نسبة يعني بذات في افلام الستوديوز الكبيرة فيه نسبة عشرين تراتين في المية من لما يكن اكتر بتبقى حننزل نعيد المشاهد دي نعملها تاني وهكذا بس حاجات منها بتبقى برضو مبنية على اللي هي ميزانيات ضخمة جدا يستعملها جدا جدا انها بت عندهم الفوكس جروب اللي بيورو بيورو الفيلم في الآخر وهي عينات من شراء مختلفة من المشاهدين وبيدلهم وفي آخره عندهم حاجة مهمة هل أعجبتك نهاية الفيلم أم لا وليه لا ويروح يصور نهاية جديدة صح صح احنا عمرين ما بنعمل الفوكس جروب ده عندنا خالص صح لا ما بنعمله ومش هتلاقيه بيتعامل مثلا في السينما الأوروبية صح يعني مش هتلاقي السينما فرنسية بتعمله مش هتلاقي السينما الإيطالية بتعمله وحاجة تانية وحتلاقي إن فيه أفلام عملت الفوكس جروب وعملوا كده ورشعت في الحيط برضو وكمان لإنه برضو في أمريكا الديريكتور معندوش الفاينل قط معندوش الفاينل قط إلا بقى إلا بالضبط سبايك ليس في كورسيزي ناس ناس معينة عندك أنت من زمان كل ما يحصل منه أي حديث على يعني على ميني سيريز أو مسلسل أو حيك كده وينتبك إريتيشن كبيرة أنت أنا مش عايز أعمل مش عايز أعمل مش عايز أعمل ميني سيريز أنا عايز أعمل أفلام بس هل ما زلت على العقيدة دي ولا بال الوقت تغير وال والبلاتفورمز غيرت والإمكانيات تتغيرت وإنت ربما تكون بدأ يبقى عندك شغف أو فضول على ماذا لو عملت سيريز وهل دي ممكن تبقى جزء من إنك اكتمال مسير تكنيطرة تتعمل كل نوع درامو طبعا دلوقتي البلاتفورمز خدت وضع مختلف وبشوف دلوقتي إن في موضوعات تصلح ناتب على بلاتفورمز يعني في موضوعات تبص عليك تقول الله ده هيبقى حلو جدا لو تعمل من سيريز والموضوع التاني تبص عليه تقول ده هيبقى حلو أو لو تعمل فين بقى في الاختيار ده بقى في الاختيار بتاع إن انت ممكن كمتفرج تبقى عايز تنزل توها السينما أو تبقى عايز تتفرج على حاجة على بلاتفورم فبالتالي الباب ده ما هوش مقفول خالص بالعكس عندك مش مقفول لا مش مقفول خالص إن موجد يعني نص حلو ومشجع وما يلا سي بس الحاجة اللي أنا يعني ليه مرتبط بالأفلام لأن أنا بحب مشاهدة المشاهدة في السينما صح دي متعة يعني يعني متعة يعني حتى أنا لا أجدها بنفس القدر لما بتفرج على يعني فيلم مثلا على الشاشة أو على بلاتفورم أو كده سواء فيلم أو مسلسل متعة مشاهدة العمل في السينما بحجم الشاشة بالصوت مع المشاهدة مع جمهور ليه هي تجربة جميلة جدا جدا وممتعة ده يمكن الحاجة اللي أنا هفتقدها في بلاتفورم هل أنت بتخطط لحياتك فنيا يعني إيه النوع الأفلام اللي هتعملها قدام عشان تبقى بالنسبة بالنسبة المروان اللي نفسه استكمل مسيرته الفنية كمخرج والسؤال والسؤال اللي يتبعه بالضرورة هل أنت من ناس اللي قررت اللي زي ناس قالت أنا ماي أجزت أو خروجي من مهنتي أو من فني أو من الحاجة اللي أنا اشتغلت بها هيبقى عند سنة أو بعد كذا ثم هتفرق بقى هسافر هقرى هجو بالعالم هاروح مزرعة وابني وزرعة وكل مزرعه يعني في تخطيط لحياتك بينك وبالنفسك مش لازم تقوله لنا بس أصد هو زي ما قلتلك في الأول أنا يعني بشوف أنها نعمة كبيرة جدا لأن أنا بستمتع جدا بالإخراق بستمتع جدا بالسنة فأتمنى أن أنا أفضل أستمر في تقديم الأفلام لأن دي حاجة فيها متعة في حد ذات يعني ما أعتقدش أن فيها حاجة تانية هتبقى ممتعة بالنسبة لي قد صنع الأفلام مو بكتالي لو يعني بحاول قدر الإمكان أن كل فيلم يبقى عندي نفس الحالة اللي فيها متعة وأنا وانا وانا شغال ده ما يخليش بقى يعني لو فيه خطة هي أن أنا دور على حاجة بحبها ودور على موضوع بحبه ودور على تجربة أنا أنا عايز أخدها أن أنا حاول قدر الإمكان أن أنا أحافظ على الشغف أيوه فده ده محركك وانت بتختار العمل القادم لأنه من غير ده الموضوع يختلف معك تماما آه يعني هي بالنسبة لي مش عملية حسابية أنا هختار المشروع ده عشان أجرب فيه كذا أو أن أنا أعمل فيه كذا أو كذا هي لازم يبقى فيه شغف بالمشروع وحب للمشروع ومتعة وانت بتصمع المشروع ومتعتك تنتهي بنهاية الفيلم وعرضه على الشاشة تنتهي هنا علاقتك بيه يعني بقاحد زي أينيس هيمينجوي ما كانوا يسألوه على أي رواية حتى شاء الله خدت نوبل يقول لهم الرواية القديمة إذا داد هورس ده خصان مات فانتفت علاقتي بيه وببدأ في حاجة جديدة وكان معنا الأديب العظيم اللازيز إبراهيم عبد المجيد فكنت بحكيله على إزاي ممكن عمل واحد لو هايل إزاي استعبد الكاتب الكاتب بتاعه ويبقى لعنى بالنسباله فقال رد عبقري قال لي أنا الرواية اللي بكتبها دلوقتي هي أحلى وأفضل الرواية اللي بكتبها في حياتي آه طبعا أولا لازم يبقى عندك الإحساس ده لازم يبقى عندك الإحساس إن أنت العمل اللي بتعمله ده مش بالضرورة ناتيك وتطلع كده بس لازم تبقى عندك كل المتعة وحاسس إنه عمل لو قيمة إن أنت بتشغل عليه أنا كنت تقصد لما تخلص الفيلم خالص ونزل بتنتهي علاقتك النفسية بخال آه طبعا يعني بس هو خرق يعني تعمل آه بيبقى بيبقى خلص الشحنة تجاه هذا العمل بتبقى تلقى بتبقى يعني فهم ولازم لازم قدر الإمكان للواحد يحاول إنه يتحرر منه ما يبقاش ما يبقاش قاعد وإلا هتلاقي نفسك إن أنت عايز تعمل حاجة شبهه صحيح تاني مش عارف تخرج تخرج براه حاول قدر الإمكان إنه تتحرر منه وأنا بعد ما بخلص العمل بيبقى ده بقى انهكت بشكل بشكل جيد جدا فبقى بقى خلاص كل طقتي يعني 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 كل كل الأعمال اللي أنا عملتها تأكد إنه إنه هي وهي نزلة كنت أنا بزلت فيها أقصى مجهود أنا ممكن كنت أعمله عندي يقيم ده بيجي لك اللي هو يعني ما يسمى أو ما يعرف باكتئاب ما بعد الولادة يعني لو أما تخلص الفيلم بيحصل لك أحساس بالخواء لأنه أنت ولد هذا العمل الضخم اللي خد كل أحساسك ومشاعرك فيه ثم فجأة ما عشق موجود هل بيحصل لك ده ها طبعا والناس بقى اللي كنت الشخصيات بيحصلين لا والشخصيات دي راحوا فين خلاص طبعا النازم بقولك ده مش هيحصل إلا لو فيه الشغف الشغف والمتع يعني فهم فدي بتبقى حاجة طبعا بتحصل بعد كده بعدها بشوية عشان كده مهم قوي 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 فترات التوقف من العمل دي مهمة جدا علشان يعني تكتشف أولا عشان تقدر تشوف انت عملت ايه وحش ادي نفسك فرصة كده بس من ابعد شوية عن العمل وشوفه بقى من بعيد كده عشان تتعلم يعني منه انت لما عملته عملت اشتغلت بحرية اشتغلت بحب شديد جدا بعد كده لازم تبعد شوية تشوف والله انا كنت كويس في حتة كنت وحش في حتة العمل اللي جاي لازم اجرب حاجة تانية تبقى شوية موضوعي مع مع الشغل اللي تعمل وزي تبتدي تنشط خيالك تنشط زي تقرأ حاجات مختلفة مش بضرورة تقرأ حاجات عشان تعملها عشان تتفرج تشخل نفسك يعني مثلا وانا شغال في فيلم ما بعرفش اتفرج على اعمال اخر يعني لو في فيلم انك مش ما عرفش ان انا في مود معين كده فعايز افضل مخافز عليه بيجي لك بقى فرصة ان انت تتشوف اللي فاتك وما الى ذلك بحس انك في او بحس انك تجربتي مع كتير من المبدعين اه انه ما بي بيتفرجوا اقل بكتير من انا متخيل انت في العادي لو بين الافلام بتتفرج الافلام كتير اه بتتفرج اه اصلا انا بحس ان ده مهم قوي قوي طبعا المقولة الاخرى بقى انه مش عايز احد تتخيالي عايز الفطرة اللي جوايا تتأثرش باستكون في ايديك برضو لو انت مدرك بص احنا احنا في السينما هي فن متجدد متجدد بشكل سريع جدا جدا متجدد اه وفيه ارتباط ما بين التقدم العلمي والتكنولوجي والابداع اللي تم مرتبطين ببعض السينما اساسا معتمدة على تقدم علمي اخطرع الكاميرا والبوجيكتور وما الى ذلك هتلاقي ان كل شوية طريقة صنع الافلام وطريقة سرد الافلام بتتطور مع التطور العلمي يعني اول من اول بقى سرعة الكاميرا حد ما بقى 24 فريم الابيض واسود لما بقى الوان دخول قبل كده دخول الصوت في السينما وما الى ذلك بقى من كل التقنيات الحديثة اللي تخلينا ان احنا عاديين بنعمل بودكاست متصور بكاميرات صغيرة قد كده ممكن تصور بيها فيلم وده له تأثير على النواحي الابداعية اللي موجود عنها انت مثلا لا اتصور ان فيلم مثلا زي 1917 كان ممكن يتعمل في التمانيات كانش فيه الامكانيات ان هما يقدروا يعملوا الفيلم ويتصور بالطريقة دي في التمانيات فانت لازم تشوف كل شوية ايه الجديد على مستوى التقنية وايه الجديد على مستوى اللغة السينمائية لان اللغة السينمائية متغيرة برضه وطريقة سرد الافلام وطريقة كتابة الافلام متغيرة وفيها تطور فلازم طول الوقت تبقى مطلع بشكل جديد يعني وانت كتركبتك انت عايز تستخدم الادوات اللي بتظهر المجددة للفيلم يعني في بعض المخرجين الكلاسيكيين ممكن عضو عشرين تلاتين سنة يخرجوا بشيء بسيطة لانه دي فلسفتهم عن عن صناعة الفيلم او عن المشاهد او عن المشاهد الحقيقية ده بقى يدينا في حتة هل الـ AI الـ Artificial Intelligence ده هل بيهدد الابداع الابداع للفنانين الاصليين سواء تمثيل سواء كإخراج سواء كتصوير سواء كإضاءة سواء كمونتاج سواء كأداء سواء ك يعني الموضوع راح في حتة مرعبة المرحب بيشوفها ازاي دي انا بشوف ان هي وسيلة بيتم تنظمها دلوقتي بشكل ان هي تبقى مع المستوى القانوني والأخلاقي بتستخدم بشكل سليم وشايف ان هي وسيلة حديثة ممكن ان هي يتم استخدامها بشكل ايجابي جدا وبشكل جيد جدا ومش شايف منها بالعكس اي ضرر شايف منها اضافات كبيرة جدا ممكن تحصل بعد زي يعني ايه بعد تقننها بشكل جيد بالذات في الحاجات اللي هي علاقة بالتمثيل استخدام حقوق الملكية الفكرية الحاجات دي كلها يعني هي مثلا ممكن انا لو انت بتعمل شخصية تاريخية مراحل او شخصية يعني عاشت في جيب عمرها كله انت ممكن تستخدم ده لنوع السرد بتاعك اللي انت عايش تقوله لكن هل انت توافق انه او مش توافق ما عادش اللي هوافق اللي هوافقش فكرة ان هم يحيوا نجوم توفاهم الله من زمان ويقدروا يمثلوا فيلم جديد بالمشاعر بالصوت بالاحساس بكل حاجة الاغاني اللي انت بتسمع مايكل جاكسون بعمر دياب وبتسمع بيونسي باصال الله وبتشوف ممثلين مع مزخرتية ب مرون بكل يعني في قصة مفزعة ده 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 مش خطر ما زم بقولك ودلوقتي يعني مثلا اللي حصل في في امريكا مع الساج والاضراب اللي كان معمول وال ال WGA كان جزء منه له علاقة بازاي يتم استخدام الاي ااي ومتى يتم استخدام الاي ااي وامتى او امتى لا او هكذا ودي حاجات كلها قيد زي ما يعني بيتفاوضوا عليها يعني مثلا انت دلوقتي في اعمال ممكن بتستخدم الاي ااي في الدبلاج ممثل مثلا مش قادر يجي الدبلاج بتقدر ان انت تستخدم صوته بس بموافقته هذه النقطة بس مش ممكن بقى دبلاشت الفيلم كله بس مش متأكد من ايه اللي تقدر تعمله و ايه اللي ما تقدرش تعمله لان هي في حاجات اللي عرفه يعني اكساسبل للناس ان هي تدونلودها وتشتغل بيها بدليل الحاجات اللي انت بتشوفها المنتشر الكتير وفي حاجات تانية بتبقى اكتر تعقيدة بس الاي دلوقتي هو حاجة قايد النمو والتطوير وبتتغير من من يوم للتاني فهتلاقي كمان سنة وضعه بقى وضع مختلف عنه احنا بنتكلم دلوقتي لان معدل تفجرها سريع جدا ففيه طبعا تخبط يعني هي فيه نقطة مثلا انت من قبل ما يبقى فيه اي ااي كنت تقدر تعمل شخصيات تاريخية بجرافيكس وتبقى مقنعة وتبقى مقنعة من قبل ما يكون فيه اي ااي يعني دي حاجة قريدي موجودة مش الاي ااي هو اللي قدمها اول حد استجال الدائر بين الاجيال وبعضها والاجيال القديمة بمناخدين انه الفيلم هل الفيلم ده شئ طرفيه ولا الفيلم لابد ان يحتوي على رسالة او يطرح فكرة ولو لو نتكلم على هم بيقولو ده طيب سكورسيجي ده نقولو شكرا انت مخرج مش مهم ترنتينو انت مخرج برضو مش مهم الفكرة دي زي تغير انه ده تهر فيه وحتى انك لما تيجي انا او احمد مراء كتب محامي فاسد وعلى كل ده عمل زمان وبابك كتب واحمد والله رحمه احمد زكي مسله انتهينا في فكرة القيمة والفكرة والقضوة بص انا بشوف بشكل عام أن عموما حاجة زي صناعة السينما يجب أن يكون التنوع هو السائد فيها أن يبقى فيه كل حاجة وكل الأنواع يتم تقدمها في الآخر لو خادنا مثلا تعال ناخد مثال مثلا أعمال والدي وكلام اللي كان دايما يقول عشان نقرب الحاجة أن دايما هو كان بيؤكد دايما على فكرة المتعة أن لازم الفيلم يبقى فيه قدر من المتعة فهتلاقي مثلا أن لو خادنا مثال أعمال والدي هتلاقي أن كل أفلام كانت أفلام فيها قيمة فنية كبيرة ومتعة وكان بتحقق نجاح جماهيري كبير 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 وأعتقد أن المعادلة دي هي معادلة مهمة يعني وعايز أقولك على حاجة ولا يوجد ما يمنع أن أنت يعني ساعات أنت لازم تفكر كمشاهد أنت بيجي لكش وقت من اللوقات تبقى عايز تتفرج على فيلم كوميدي بسيط شح مش عايز تتفرج على فيلم زهني مثلا أو فيلم يعني بساعات تبقى راجع من الشغل أو قضيت يوم صعب أو عايز تحذر كلنا حذر لكائن ده شيء طبيعي جدا يعني بس أصد أن أنا يعني لو خدت نموذج من أفلام مولدي اللي أرحمه هي كانت بتحمل الاتنين دايما أنت عندك قيمة فنية كبيرة جدا عندك موضوع جريء وفي نفس الوقت عندك متعة وعندك ضحك كمان وموضوع جدي جدا طبعا طبعا هل أنت دلوقتي برضو أنت وانت قطع تذكرة داخل تتفرج على فيلم قدر الإمكان أنت عايز أنت الهدف الأساس أن أنت تقضي وقت يرفع عنك من ضغوط الرحاية هل ممكن أنه نفاجأ بأن مروان أثناء زيارته وفتحه لعالم رواياته أدراج وأوراق العظيم محيط حامد أنه يعثر على حاجة ما كانش هو يعرفها عمل الماء قد يظهر لنا كالتعاون التاني بينك وبينه بعد رحيله آه إن شاء الله آه طبعا في يعني في عنده سيناريو هين فيه سيناريو منهم كن المفروض يعني نعمله قبل ما يتوفى بس يعني القدر لم يمهلنا يعني نحن نعمله وفيه سيناريو تاني برضو يعني كن المفروض نعمله موجود عنده من زمان يعني إن شاء الله أول يعني يعني إن شاء الله ربنا يقدرني وأقدر أعمل يعني الاتنين بإذن الله لا بشيء عظيم جدا جدا أنت من المخرجين الأولايليين قادرين تقدموا أفلام تجمع بين الترفيغ والمتعة والقيمة وشكل تجاري وتحقق أعظم الإرادات في الدنيا ويكد أنه سباق سباق غير مقصود بينكم أنه انحصر الأرقام العظيمة اللي تحققت في كأرباح فيلم إيه المعادلة دي يعني أنت عملتها فيلم ورا فيلم ورا فيلم زي زي مخرج يقدر يلاقي يعرف يعني القيمة أو حاجة حلوة وتجارية وما يخافش إنها تجارية وفي نفس الوقت إنك لما بتعمل حاجة ضخمة أنت بتعرض أو بتاخد مخاطرة على المنتج أو شركة المنتجة أو على نفسك لأن الفيلم لو لم ينجح نجاحا مبهرا من الضروري هيأثر على اتساع اختيارك في الفيلم القادم أو يعرضوا إلى أمال النهي إذن زي مفيش تعارض بين ده وده هو الحقيقة في الموضوع ده وده اللي كل الناس يمكن أجمعت عليها إن لا أحد يعلم نتيجة الفيلم هتبقى عاملة يعني وإحنا بنعمل الفيلم فأي حتة في الدنيا محدش بيبقى قادر إن هو يعرف الجمهور هيستقبله إزاي مهما كان في أفلام كتيرة جدا كانت بميزانيات ضخمة وكان فيها نجوم كبار أنا بكلم على السلام العالمية كمان أفلست شركات كبيرة جدا يعني أفلام كتيرة جدا جمهور وأفلام عملت مفاجآت كتيرة جدا ففكرة إن لا أحد يعلم وهي دي حقيقة يعني محدش محدش قادر يخط تنبؤات لأي فيلم نتيجة وحتبقى عاملة إزاي هي مخيفة بحد ذاتها لأنها بتحط ضغط كبير جدا على كل العناصر اللي بتعمل الفيلم كلها فعلا وخلي بالك اللي أكتر الناس بيبعليهم هذا الضغط النجوم النجوم بتعرضوا لضغوط كبيرة جدا بسبب الإراد وما إلى ذلك وفي نفس الوقت هي لو استسلمنا إن ده أمر واقع لازم الواحد ياخد جزء من المخاطر ساعات هتصيب وساعات مش هتجيب يعني ساعات هتنجح مع الناس ونس هتحبها وأحيانا أخرى الناس ممكن ما تتقبلهاش بشكل بشكل جيد مفيش حد نجم أو مخرج أو مؤلف أو كده عنده كل أعماله ماشي مستحيل الحاجة التانية إن الواحد يعني بحاول قدر قدر الإمكان إن الواحد يفكر في المتفرج برضو إن هي النقطة اللي كنا منتكلم فيها قبل كده يعني لو خدنا مثلا مثال لشغل والدي فكرة إن الوضع في الاعتبار إن لازم يبقى فيه متعة في العمل بشكل ما النقطة إن أحيانا عنصر المفاجأة بيبقى جزء من النجاح ولكنها مغامرة لازم تاخدها لازم تاخد المغامرة ولازم تاخد المخاطرة بشكل كبير جدا أصعب حاجة أنا محدش عارف وأصعب حاجة إن أنت دائما بتشتغل جمهور السينما بالذات هو جمهور متغير يعني هو جمهور فأغلب الأحيان بيبقى جمهور صغير السن فهتلاقي إن الجمهور كل شوية نحن دلوقتي بين يعني الجمهور موديد 2010 بيخش السن حتى لقدامهم البلاتفورم زي أسهلهم وقرب لهم ومتوحدين مع عالمهم اللي كله فيرل أنا مثلا مستغرب منك إن أنا أنا بأيك إيقام مروحة السينما بيروح صغيرين بيروحة السينما في مصر ليها أسباب كتير وفي مصر وفي العالم بدليل الأرقام الكبيرة اللي شفناها السنة دي باربي وأبنهايمر ومشور وكلام دا كله أولا لأنها خروجة إنت أنت عندك 14 أو 15 سنة أو مراهق إنت عايش عايش تخرج حلوة كمان خروجة فيها حتروح مع صحابك حتخلصوا متحان حتروح السينما العيد هتروحوا السينما هتزوغوا هتروحوا السينما يعني بعدين خروجة ممتعة السينما دلوقتي تفشار فيها حاجة اجتماعية مش موجودة يعني بعتقد أن السن اللي هتتفرج فيها على بلاتفور ونتقعد في البيت لوحدك ممكن تبقى أكبر شوية في السينما إنما الشباب الصغير أنت فكر فيها كده أنت في السن وانت في السينما عايز تروح السينما أنت أخر مرة كنت في السينما ألاحظت فيه تغير في الجمهور فيه انخفاض في الأعمار فيه نوع مشاهد جديد موجود أنا بحس أن فيه أنواع متفرجين متنوعين في مصر يعني هتلاقي إن مؤخرا أفلام كتيرة بقت بتجذب الجمهور وكل فيلم ولو جمهوره ودي حاجة بقت ألاحظها وحاجة إيجابية جدا إن أنت عندك جمهور عريض وجمهور متنوع السنة اللي فاتت السينما المصري عملت إرادات يعني رائعة تاتش وود يعني كان على مستوى مصر على مستوى مصر وعلى مستوى الأفلام الوطن العربي يعني بس في مصر عملت نتائج كويسة جدا السنة السنة اللي فاتت فيلم مثلا زي أوبنهايمر أنا روحته في في الأيماكس هنا في مصر هنا في مصر هنا في مصر يعني أعدت أسبوع علشان أعرف ألاقي يعني أحجز أن أنا أتفرج من كتر الضغط والإخبال عليه وجب إرادات جيدة جدا في مصر وجمهور كله صغير السن كلهم داخلين الفيلم صلت الأيماكس بتبقى صلة كبيرة يعني بيبقى فيها عدد كراسي كبير جدا مليانة على الآخر كل جمهور اللي جوا عارف فهو داخل أوبنهايمر فيلم زهني جدا حواري وما فيهوش ما فيهوش إبهار ما فيهوش الحاجات اللي متعودين عليها واللي تستهوي صغار لأنه كلام ترمي الإبلاترين يه يه فمثلا ده بيقول الجمهور الضغير بقى ما عادش الدوش يسكت يابني وبيبيهات كله الضغير ما ده اللي بقوله إن فيه وعي لا الجمهور متنوعة متنوعة على حسب دي حاجة إيجابية أنه انت لو في طرق يعني لما بصلك أصناعها لكل نوع جمهور الموجود والجمهور مش مش بيحب حاجة واحدة بيقدر يتزوق أعمال متنوعة وأعمال مختلفة دي حاجة بشوف إن هي إيجابية جدا هل نجاح أفلام الصغيرة زي الحريفة زي هل هيغير شيء فعلا عند المنتجين إنه ياخدوا نوع المخاطرة ده وما بقاش هاتلي نجمه ونعملك الفيلم هل ده بيساعد ولا كل مرة حلا بنبدأ من السفر يا جماعة ما هو يا جماعة ما هو ده الموضوع مرتبط بنوع الفيلم بمعنى إن انت مثلا هل نتصور إن مثلا مش الممكن فيلم بهذا الحجم ممكن يتعامل بدون نجمك به زي تونكروز ياب استحيل ولا ربعه بس ممكن يبقى عندك فيلم مثلا أصغر تكلفته أقل يحتمل إن انت تعمله وطبيعته مش محتاجة هذا التكلفة التكلفة الكبيرة دي علشان تقدر تعمله بنجم أصغر أو بنجم شباب الفيلم هو اللي هيحكم نوع الفيلم هو اللي هيحكم وحجم الفيلم هو اللي هيحكم حجم الإنتاج حجم الإنتاج مثلا تقدر تعمل ناخد مثال Birdman تقدر تعمله بمايكل كيتن مش محتاج إن هو يتعامل بنجم كبير أكبر من كده بيدور في الوكيشن واحد تقريبا بالضبط ودي بتبقى على فكرة الأعمال اللي من وراها بيطلع نجوم ما دايما ما فيش نجم بيتولد نجم كبير فعادة بيبقى يظهر في عمل صغير نسبيا وبعدين يبتدي ياخد خطوة خطوة لحد فهي النقطة دايما ليه علاقة بحجم الفيلم فيعني ننصح لو الفيلم هيبقى مفوش نجوم لازم تكون ملموم جدا ومغري للمنتج انه في الاخر بطريقة اخرى هيعرف يجيب اصل الانفاسمنت اللي عملها وحيعرف يسوقوا كويس برضو لان دي نقطة مهمة يعني برضو انت دلوقتي المتفرج وهو داخل السينما عنده فيلم النجم وهو بيحبه بتفرج له عنده فيلم لنجوم تاني دايما الافضلية هتروح للنجم اللي هو متعود عليه اللي بيحبه ايه كان جنسية النجم ايه فلما الفيلم خلاص انت هتقدر تعمله بدون نجوم اولا ممكن توقيت عرضه ما يبقاش هو التوقيت عرض اللي هو الاهم في المواسم مثلا ممكن ياخد توقيت عرض تاني ده لا يعني اطلاقا ده ما لهش علاقة خالص ب ايه اللي حينجح و ايه اللي مش حينجح احنا بنتكلم دلوقتي على ايه يعني ايه اللي حيخلي فرص فيلم اه يعني هتعمل فيلم تكلفته كبيرة في تكلفة ما النجوم هتساعدك ان انت تقدر ان انت تعمل ده عشان انت محتاج الجمهور يخش هذا الفيلم عشان تقدر تكسب لانها في الاخر هي صناعة اه والله ممكن تعمل فيلم تاني ب شباب صغير و و ويخقق مفاجئ وينجح نجاح كبير جدا اه ده ب فكان سبايك لي بيعمل افلام خاصة افلام مع الملونين وقصة صغيرة بتدور في حواري صغيرة في جوة اه حلاء مع حانة مع مش عارفين و يعني اتعرف جدا وخد جواز فجم هاليوود قالولو يعمل لنا اعزي فيلم كبير هتعمل هن وقبلو هي يعني هعملوه مسلا فيلم بغد نزل الارقام يعني بمتين مليون دولار اعمل واحد لنا للستوديو واعمل واحد لي اعمل ما بدالك فيه بس عشرين مليون دولار وفضل يعمل ده فعلا وحق التوازن ده اه هي في الاخر يعني دايما هي فيه جزء له علاقة بالاندستري وجزء ده مهم لان يعني نجاح الصناعة ككل بيأثر على التكارب الفردية بشكل ايجابي صح يعني وبتخلي عند المنتجين بتعلي المجاسفة عند المنتجين مزبوط والعكس عايح لك عملت فيلم صغير ومجحش خالص ده بيخوف المنتجين من انهم يعملوا افلام من نفس النوع ايه بقى ملاصده كده كل حاجة خلاص مش كده خلاص طيب هنقاش بقى الاسئلة الحلوة بنقول دك الوحش فالاخر كده بنسأل الضيف بعض الاسئلة الغير اعتيادية وهو بيرد عليها بدون تفكير كبير قد تدينا كده او تدي اللي بيشوف من نافذة اخرى جوه روحه وجوه تركيبته لو في حياة اخرى كنت حيوان كنت تختار ادي حيوان يعني نمر او اسد حاجة من من دول طب ادينا كلام بره بعض لو ما كانش ده كريرك او كان ده الشغلانة والفن اللي انت اخترته كان ممكن تبقي تاني ما هو اختيرك اللي بعد لو حد قالك مش تنفع طب مخرج اي حاجة تدي عم عدم مخرج ممكن تختار اي تاني يعني ممكن تختار حاجة من جوه المجال نفسا لا لا برا السينما لو لم تكن سينما بس خلاص لو لم تكن سينمايا كان ممكن تكون ايه محامي لو بعد عمر طويل كنت في بين يدي الله سبحانه وتعالى تحب ايه اول كلمة اللي عطل تقي اول كلمة يقولها لك او كلمة يقولها لك اعتقد ايه انسان بيسعى الى المغفرة يعني ف وان ربنا يعفو عنك يعني عصر كنت تحب تعيش فيه العشينات العشينات والتلاتينات في مصر اكتر حاجة فيك تحب تغيرها لكن ما بتقدرش تعملها بالكامل لكن عندك دايما العصبية كنت نعارف العصبية شخص في التاريخ مطلق حقيق او طفوع الله كنت تحب تعبله طبع حسين لو هتعيد مشوار الحياة ده كله لو احتاج تتغير حاجة واحدة ممكن تبقى ايه يعني معرفش انا بشوف كل حاجة يعني بتؤدي سواء الكويس سواء الوحش كلهم مرتبطين ببعض علشان نتعلم منها حاجة يعني الحمد لله راضي يعني 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 اجابة اجابة هيلة لان احنا فعلا بنتعلم اكتر من الحاجات السيئة والمحزنة اللي حصلت لنا اكتر كلمة بتحبها كلمة كلمة ايه انا اقولها يعني ولا حد يعني غير اكشن ايه كلمة تانية اشان ما تشلنيش من نب يا اكتر ايه كلمة تانية مفاش اكشن ولا دور ولا كب تلاتة كلمة انسانية يعني اعتقد الحمد لله يا اهم كلمة واكتر كلمة بتكرهها مش هينفع ايه اه مش هينفع اه اصلي مش هينفع علشان اه مشخورك جدا جدا يا مروان على لقاء اه عظيم و جميل و ويعني عندي يقين كتير جدا عيستفيدوا منهم سينمايين وغير سينمايين يا رب و كتفرصة عظيما ان نقضي معك وقت حقيقي واستفيد برضو من خبرك لا بالعكس انا منبساط جدا وال حوار جميل جدا ومشكر جدا انا بابس مشكورك جدا جدا انا عارف انك انت راجل مشغول وعارف ان المقتطع جزء من وقتك في وقت مهم انا عارفه اشيقدر اقول عليه فمشكورك على على جاب الخاطر شكرا شكرا جدا شكرا شكرا شكرا